مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الآلي في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من أيام المحترف النهاردة في المحترف عندنا محاور كتيرة جدا إن شاء الله هنتكلم فيها مع حضراتكم أكيد كلها تخص القرى العالمية هنروح إنجلترا ونشوف كمان اتحاد أو كاس اتحاد الانجليزي وطبعا تفوق ليفربول وسعوده للدوري التاني كمان هنروح لألمانيا ونشوف كاس ألمانيا رغم غياب البايرن ودورتنون لكن دور قبل النهائي مشتعل في كاس ألمانيا كذلك هنروح مع حضراتكم لإيطاليا وكمان الأربعة اللي بيت نفسه للوصول للمباراة النهائية كمان كان في مباراة مهمة جدا الميلا مع الانتر في كاس إيطاليا وكمان فوز اليوفينتوس على فورنتينا واحد سر محاور كتير جديد منهاردة معانا إن شاء الله وكمان في آخر الحلقة بإذن الله عندنا فقرة مهمة جدا وتاكتكس مع طبعا الناقد ومحلل التحليل الرياضي محمد الباز هنتكلم على السنائيات في كورة القدم الديوتات وتفوقها في الدورة الإنجليزة خاصة وكمان هنتكلم على توماس مولر النجم البافاري الكبير جدا إسهاماته مع البايرن خلال السنين اللي فاته مع منتخب بلاده ولكن يبقى توماس مولر بعيد تماما تماما عن الأضواء وترشيحه للبالندور أو أي جائزة على المستوى الأوروبي علامة استفهام كبيرة جدا هنشرحها مع حضراتكم في نهاية الحلقة خلينا نتكلم قبل نتكلم طبعا عن الكرة العالمية أكيد كلنا بنتابع نادينا العظيم نادي الأهلي إن شاء الله يوم السابت اللي جاي عنده مباراة مهمة جدا جدا مع فريق المريخ السوداني في دور المجموعات في دوري أبطال أفريق حضراتكم عارفين وكلنا متابعين نادينا العظيم كان فيه هزيمة أنا بقول هزيمة يعني ممكن تكون جاد في وقتها هزيمة منفجأة للنادي الأهلي أمام سانداوز 1-0 والنتيجة دا يتخلي بالك زي ما بنقول دايما إحنا عندنا سيقوة كبيرة جدا جدا في العابة وعندنا أمال كبيرة جدا على مستوى الحصول بإذن الله على العروس الأفريقية للمرة التالتة على التوالي والمرة الحداشر في تاريخ النادي الأهلي أكيد كانت صدمة لجمهارين النادي الأهلي هذه النتيجة إجماليا ومحللين اتكلموا على المباراة دي التكتيكيا وفنيا وكل حاجة النادي الأهلي عمل مباراة جيدة على المستوى الفني مباراة جيدة ما ينقص النادي الأهلي كان إحراز الأهداف ودايما فيه مقول عارفينها كلنا في كورة القدم أنت بتضيع حتستقبل وده اللي حصل في مباراة سانداونز والهزيمة 1-0 لكن النادي الأهلي إذا ما عودنا دايما ويمكن السيناريو ده تقرر حتى في المسخة الماضية أنه بيعود سريعا وبيعود سريعا بعدة محاور أولا على المحور الفني بنتكلم على فيتسو متسماني أكيد حي يأهل نفسه ويجهز أوراقه لمعراقة يوم السبت أمام المريخ السوداني على مستوى اللاعبين أكيد كمان متأكد من كل اللاعبين وده ظهر حتى في مباراة الدوري قد إيه هم يعني رجعوا بشكل أكثر من رائع بربعية كبيرة جدا في الدور المصري ولكن يبقى مباراة يوم السبت لها حسابات خاصة كمان على مستوى الإدارة وده مهم جدا على مستوى إدارة قرط القدم اللي بيرأسه كابتننا الكابتن الكبير محمود الخطيب اللي دايما بيقوم بدور القائد دايما كابتن محمود الخطيب بيعرف إمتى بيتدخل في الوقت المناسب على مر الفترات اللي فاتت في أوقات صعبة جدا كان بيمر بيها فريق النادي الأهلي بأزمات سريعا يتدخل كابتن محمود الخطيب اللي النهاردة كان فيه زيارة زي ما حضراتكم شايفين كابتن محمود الخطيب بيزور لعبة النادي الأهلي وجهزهم الفني وبيقول كلمتين ثقاتنا فيكم بلا حدود طبعا كابتن محمود الخطيب معروف إنه بيتكلم قليل ولكن كلام كابتن محمود الخطيب وجوده النهاردة مع اللعيبة ومع الجهاز الفني زي ما حضراتكم شايفين يعني لها رسائل كتيرة جدا جدا الرسائل واضحة وصريحة فيه ثقة في لعبتنا فيه ثقة في جهازنا الفني زيارة كابتن محمود الخطيب كمان زي ما بقول في مناسبات قبل كده كان لها أثر كبير إيجابي جدا جدا على الفريق وروح الفريق النهاردة كابتن محمود الخطيب بيقوم بدوره كقائد لمسيرة النادي الأهلي بيقوم بدوره كمان خلينا نتكلم يعني كابتن محمود الخطيب وشوفنا في صور كتيرة جدا جدا التقارب والمحبة ما بين لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني لهذا الرمز والأسطورة لمصر وللنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب في مواقف كتيرة جدا جدا شوفنا الشيناوي وبيدي كابتن محمود الخطيب الفنيلة بعد الفوز في البطولة الأفرقية شوفنا كابتن خطيب بيتدخل في الوقت المناسب وزي ما بقول لحضراتكم التدخل دو تدخل في وقته بإحساس أولا لاعب الكرة لأن كابتن محمود لاعب كرة عظيم ومر بتجارب كتيرة جدا وبيعرف إمتى بيتدخل في الوقت المناسب وبيتكلم مع اللعيبة والجهاز الفني يعني باختصار شديد بيديهم الثقة بيقولوا النهاردة الجهاز الفني واللعيبة إحنا عندنا ثقة فيكو كبيرة جدا جدا وإحنا كجماهير النادي الأهلي أكيد عندنا ثقة كبيرة في لعبتنا ولكن مع الحضر يعني بنقول آه السيناريو ده قرر السنة اللي فاتت ولكن خلي بالكم المجموعة ديت مجموعة تشابكت إحنا آه فيه دلوقتي عندنا مباراة يمكن قل من سانداونز وقل من الهلال السوداني يوم السبت اللي جاي إحنا في المركز التالت بعد المريخ السوداني طبعا سانداونز بسبع نقاط طبعا المريخ باربع نقاط والنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله عنده نقطة واحدة لكن مباراة مهمة جدا جدا في تاريخ هذه البطول زي ما يكون في مباراة كتيرة جدا قلنا إنها مباراة إن شاء الله النادي الأهلي يكسب هذه المباراة ويتبقى المباراة القادمة بإذن الله ما بين إيدينا في إيدينا بعيد عن الحسابات الأخرى وزي ما بقولكم المباراة مهمة جدا ويعلق كمان يعني المدير الفني الإنجليزي لفريق المريخ السوداني كلارك المدير الفني وقال ما زالت المجموعة متشابكة لسه إحنا كمان عندنا بعض الأمال للوصول المجموعة بقت معقدة بشكل كبير جدا ولكن الفرصة قائمة لكل الأندية الأربعة قال للتأهل للدور التماني كمان قال إن النادي الأهلي أكيد من أكبر الأندية في أفريقيا عنده لعبين على مستوى فني كبير جدا كمان عنده مدير فني رائع بيسومت سماني وعلينا أو على طبعا الفريق المريخ السوداني إنه هو يشتغل على دوت ولازم يحقق نتيجة إجابية قدام النادي الأهلي لزيادة الفرص لصعود لدور التماني وقال إنه بيجيد كمان التخطيط للمباريات الكبيرة وكمان هو أكيد حيضع التشكيلة المناسبة لتحديات النادي الأهلي اللي هو أكبر نادي في أفريقيا كمان كلارك أشاد جدا 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 بأليو ديونج وقال إن أليو ديونج من أفضل لعيبة وسط الملعب في أفريقيا وإنه كمان مؤهل لأنه يلعب في الدوري الإنجليزي بسهولة كمان نتكلم إنه إحنا عندنا خط قوي جدا الخط الرجومي تكلم بصراحة بشكل أكثر من الرائع ولكن خلي بالنا خلي بالنا هو الراجل بيتكلم يعني بيقول النادي الأهلي أكبر للأفريقيا وكلنا عارفين دوت ولكن يبقى التركيز على هذه المباراة طبعا الجهاز الفني بيقوم بدوره كابتن سيد عبد الحفيظ بيقوم بدوره على أكمل وجه كمان اللعيبة واللي شفناها في مباراة الدورة الأخيرة هذه الروح والإصرار من بداية المباراة تاني بقول لو عندك أي فرصة للتسجيل مبكرا اغتنم الفرصة إحنا مشكلتنا في سانداونز أو في مباراة سانداونز جات لنا فرص كتيرة جدا وما قدلناش نحاق هدف ويمكن هجمتين قدر الفريق جنوب الأفريق يحرز هدف فده المطلوب من لعبة النادي الأهلي تركيز عالي جدا تسعين دقيقة لو جاء لك فرصة وجاء لك فرصة للتهديف لازم تسجل وتسجل واحد والتاني من لعب كمان فرقة محترمة على مستوى عالي وبالتالي إن شاء الله بإذن الله تركيزنا يعني إن شاء الله يكون في أعلى مستوياته إن شاء الله كمان التوفيق ربنا مهم جدا إن يكون مع النادي الأهلي بإذن الله ليه الأفريقية على التوالي بإذن الله في دولاب النادي الأهلي طيب قبل من خش في فقرات حلقتنا طبعا زي ما بقول لحضراتكم وعندنا أخبار سريعة جدا قبل من خش على الصحف وهو طبعا فيه إن الكاف بيعلن موعيد مباراة مصر والسنغال مباراتي مصر والسنغال النهاردة الاتحاد الأفريقي اللي كرة القدم أعلن رسميا موعيد المباراة المباراتي النهائي ممين منتخب مصر والمنتخب السنغالي فيه طبعا التصفيات المؤهلة لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين حضرتكم عارفين طبعا كانت القرعة في المرحلة الأخيرة من التصفيات اللي كمت طبعا على هامش بطولة كاس الأمة الأفريقية في الكاميرون أوقات مصر مع المنتخب السنغالي ومنتخب السنغال طبعا كلنا شفنا المباراة النهائية فيه نهائي بطولة أفريقيا وطبعا خسارتنا بعد طبعا رقلات الترجيح وكانت مباراة قوية جدا جدا يعني خلينا نقول نحن كنا أبطال على المستوى الرجولة وعلى مستوى الروح لكن يبقى لمنتخب مصر أن يستعد جيدا إن شاء الله المباراة مباراة الزهاب إن شاء الله هتكون خمسة وعشرين مارس اللي جاي إن شاء الله يوم الجمعة خمسة وعشرين مارس على إستاذ القاهرة الساعة تسعة ونص مساء بتوقيت طبعا القاهرة مباراة الإياب إن شاء الله هتكون يوم الثلاث تسعة وعشرين مارس على طبعا عندهم ملعب جديد في العاصمة دقار هتكون ان شاء الله الساعة السبعة مساء بتوقيت القاهرة كل توفيق لمنتخبنا ان شاء الله استعداد لازم يكون استعداد على أعلى مستوى المنتخب السنغالي منتخب قوي جدا 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 من النواحي الفنية من النواحي البدنية يحتاج إلى التركيز الشديد ولما بقول تركيز شديد لازم نعرف أنه لازم كل اللعيبة على مستوى الدور المصري اللي كانت طبعا بتشارك في كاس الأمم الأفريقية وكل اللعيبة لازم تستعد جديا من النقطة دي انك بتقدي مع ناديك بمستوى عالي بدنيا فنيا تركيز كويس قوي ويكون عندك في الباك جراون بتاعك ان عندنا حلم كبير ان ملايين المصريين بيحلموا ان شاء الله ان احنا نوصل لكاس العالم للمرة التانية على التوالي ودي ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده كان دايما بيبقى فيه سنوات كبيرة جدا ما بين وصولنا لكل كاس عالم كل التوفيق للعابتنا كل المصريين بتدعو ان شاء الله يوم ان شاء الله 25 مارس يكون استاد القاهرة بإذن الله ممتلئ بالساعة اللي طبعا هيحددها الاتحاد الأفريقي وتكون ان شاء الله كل لعابتنا في استعداد تام لمعركتي السنغال ان شاء الله يوم 25 ويوم 29 طيب كمان عندنا خبر ان برشلونة بيغري نجم طبعا كودي بوار كيسي طبعا كيسي دا لعب مميز جدا لعب ساحل العاج ونادي برشلونة بيسعى للحصول على توقيع هذا النجم الكبير وطبعا من خلال ميلان الإيطالي سيفان كيسي طبعا خلال الفترة المقبلة عرض كبير جدا جدا من ميلان بيكلم في 6.5 مليون يورو سنويا طبعا كيسي في الفترة الحالية هو أفضل لعب خط الوسط في العالم بيقدم أداء ولا أروع مع خلال طبعا الميلان في الدوري الإيطالي وكمان هو حر يعني كمان هو عنده صفة أنه يعني يقدر يغادر ميلان في الفترة الصيفية أو في الانتقالات الصيفية طبعا شارك استيفان كيسي مع كودي بوار زي ما حضراتكم عارفين في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة لكن كان تعرض لإصابة في مباراة مصر بدور الستاشر ويرجع طبعا للميلان في إيطاليا وكشفت يمكن يعني الانتقالات الأخيرة كشفت أنه فعلا اقترب بشدة من طبعا التعاقد مع فريق كبير طبعا فريق ميلان الإيطالي اللي كمان بينافس دلوقتي على الحصول أو الفوز بسيريا A كمان زي ما بقول لحضراتكم أن برشلونة كان عنده كمان عروض من برشلونة كان برشلونة مهتمة جدا بهذا اللاعب وكان يعني حاول يقدم له عقد مغري جدا 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 وزي ما بقول لك برشلونة خلاص تقريبا حتى أنا عندي بعض العلاقات أو بعض الصحفيين هناك في إيطاليا بيقول أنه خلاص تقريبا مضى عقد يعني من خلال التعاقد وخلال وكيل أعماله وأنه يحصل على مبلغ 6.5 مليون يورو في السنة كيسي طبعا أكيد مكسب كبير جدا جدا لبرشلونة اللي بيحاول بقدر إمكان التعاقد مع لعيبة مميزة شوفنا أوباما يانج وحققه مع برشلونة لغاية دلوقتي فبقول لحضراتكم المركاتو الصيفي هيكون مشتعل ومشتعل جدا 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 وده يأخذنا لمحمد صلاح نجميلة الكبير تعاقد مع ليبر بول حيتم مش حيتم لغاية دلوقتي ما فيش أخبار عن هذا أو تمديد التعاقد مع محمد صلاح حضراتكم عارفين أن عقد محمد صلاح هينتهي فيه عشرين تلاتة وعشرين لكن الأسطورة كاريجر طبعا أسطورة ليبر بول قال يمكن حقول لحضراتكم في الضبط هو يقصد قال صلاح سيكون مجنونا لو رحل عن ليبر بول هو بيقول أن محمد صلاح يبقى مجنون لو رحل عن ليبر بول اتكلم عن مستقبل محمد صلاح مع الريدز من خلال طبعا الجدل حولين عقد اللاعب وإذا كان سيمتد عقد اللاعب مع ليبر بول ولا لا أفتصرحات مع أحد الشبكات الصحفية الأسترالية قال فيها أن محمد صلاح أتيت لعب مميز جدا وقد يكون هدفا للكسير من الأندية في ظل ما يقدمه طبعا مع ليبر بول مؤخرا لكن أيضا مع نهاية عقد محمد صلاح هيكون على الكثير من الأندية أن تدفع الكثير من الأموال في لاعب قد يصل إلى سن 31 سنة يعني هو بيقول محمد صلاح خلي بالك يا محمد أنت آه أحسن لعب في العالم دلوقتي ولكن خلي بالك ما تخرجش من ليبر بول لأن لو أنت أردت أنك تخرج من ليبر بول هتخرج السنة يعني السنة اللي جاية هيكون عندك 31 سنة وبالتالي هتلاقي من الصعب جدا أحد الأندية تدفع هذا المبلغ الكبير اللي بيقدر تقريبا ب110 مليون باوند سنويا طبعا مبلغ كبير جدا وبالتالي كاريجر بيقول محمد صلاح لا من الأفضل ليك خليك في ليبر بول كمان بعت رسالة واضحة جدا جدا كمان لليبر بول قال لهم كمان من الجنون أن يترك ليبر بول محمد صلاح يعني هو بيتكلم من منطق محمد صلاح ومنطق ليبر بول بيقول طبعا إحنا عارفين محمد صلاح كان راتبه تقريبا 200 ألف جنيس ترليني أسبوعيا محمد كان طلب يضاعف هذا المبلغ ووصل لي 400 وبالتالي كمان وصل في الآخر أنه عايز 500 ألف جنيس ترليني أسبوعيا لكن الرسالة اللي قالها كمان يعني كاريجر ليبر بول زي ما بيقول صلاح محمد خليك في ليبر بول بيقول كمان ليبر بول لا ده أنتوا لازم تجددوا لمحمد صلاح لأن من الجنون أن تتركوا هذا اللعب في هذا التوقيت بيتكلم على الصيف اللي جاي لأن محمد صلاح قوة هجومية ومؤثر جدا جدا في ليبر بول على مستوى البريميان اللي يجي على مستوى الشامبين اللي يجي على كل المستويات وبالتالي كانت الرسالة واضحة هناك يجب أن يكون حل وسط حل وسط أي محمد صلاح يجي شوية على نفسه في عملية عدم المبلغة شوية في الأسعار اللي هو شايفها ووكيل أعماله وإحنا كلنا شايفين أنه هو على حق لكن كمان ليبر بول هو بيفكر أننا ممكن نوصل ل120 مليون في خلال السنة ممكن جدا نتعاقد مع هالند أو مبابيه بهذا المبلغ فطبعا دي كانت رسالة واضحة لمحمد صلاح وكمان ليبر بول على مستوى باريس سان جرمان حضراتكم عارفين كان انتقال كبير جدا راموس راموس اللعيب طبعا اللعيب الخبرة الكبيرة اللعيب الأسباني اللي كان طبعا على ضمة ريال مدريد لسنوات كبيرة جدا جدا أصبح علامة استفهام في باريس سان جرمان طبعا مدير باريس سان جرمان طبعا المدير الرياضي ليوناردو البرازيلي قال ان دي غلطتي ان يمكن دي غلطتي ان احنا تعاقدنا يمكن مع راموس وقال كده في خلال احد المؤتمرات الصحفية انه لما تعاقد مع راموس راموس كان بيقول ان هو بصحة جيدة هو طبعا مدافع كبير جدا وتاريخ كبير جدا جدا قال ان احنا تعاقدنا مع راموس كان في حالة بدنية جيدة لكنه لعب معنا خمس مباريات للأسف لم يحدث ما توقعناه وبيقول ان الامر صعب عليه وعلى الجميع كمان ليوناردو قال ان في هناك تقارير واضحة في اليوم اللي احنا بنقول فيه انه لم يعد قادرا على اللعبة سيكون الامر واضحا للجميع يعني يوم ما خلاص هنقول ان راموس مش هيضر هنبلغ الناس بكده لكن كمان اشار ان طبعا بالتأكيد الابتعاد عن المباريات فيه طبعا من خلال الدور الفرنسي اكيد بيأثر بشكل كبير جدا وبيأثر على راموس في قياته للفريق في كلال الفترة اللي جاي كمان قال التنصيق ما بينه وما بين طبعا ناصر خليفة رئيس النادي باريس سنجمان علاقة طيبة جدا جدا ولكن ان حدث في الامر شيء وقدر طبعا او لم يستطيع راموس العودة سريعا للمباريات فهو الراجل بكل امانة لقال الغلطة غلطتي وان راموس كان يمكن هيقولوا ان طبعا هتكون صفقة في غير محلها بالنسبة لباريس سنجرمان وزي ما بقول لحضراتكو ان النادي طبعا رئيس النادي ناصر خليفي بيعطي ثقة كبيرة جدا جدا لليوناردو الرئيس او الرئيس الرياضي او الاسبورت ديركتور هناك في باريس سنجرمان وحنشوف الايام اللي جايه هل سيعود راموس للمباريات ويضبط انه صفقة ربحة ام سيكون هناك خطأ كبير جدا في التعاقد مع هذا اللاعب عندنا حاجات كتيرة جدا انا بجري مع حضراتكو عشان عندنا النهاردة حلقة دسمة جدا لكن تعالوا مع حضراتكو نشوف كمان الصحف العالمية قالت ايه مع المحترف نبدأ مع حضراتكو الجولة الصحفية العالمية نبدأها من اسبانيا وتحديدا جريدة ماركة الاسبانية جريدة ماركة الاسبانية ركزت على تأهل فالنسيا لنهائي كاس ملك اسبانيا بعد الفوز على اتليتيكو بلباو واحد سفر في اياب نصف النهائي وكتبت هدف ونهائي طبعا هدف ونهائي وطبعا الوصول للمبرارة النهائية كمان تحدثت عن لقاء اياب نصف النهائي الثاني ما بين ريال بيتيس ورايو فالوكانو وكتبت بيتيس ورايو مين فيهم حيخطف البطاقة الاخرى الصحيفة اهتمت كمان بموقف ريال مادريد من تطورات مستقبل كيليان امبابي نجم باريس سان جرمان وكتبت ريال مادريد هادئ بشأن مستقبل امبابي اما جريدة موندو دي بورتيفو الاسبانية فعلى تسريع برشلونا وطيرة الزفر بصفقة الابواري فرانك سيزا مقلت لحضراته والدنماركي كريستين وكتبت سرعة بمعنى سرعة اتخاذ القرار في هؤلاء اللاعبين كمان تحدثت عن قرار الروسي رومان ابراهاميوبيتش ببيع تشيلسي وكتبت رومان ابراهاميوبيتش يقرر بيع تشيلسي صحيفة تمت كمان بتآهل فالينسيا لنهائي كاس مالك اسبانيا على حساب أتليل كوبالبال وكتبت جديس يضع فالينسيا في نهائي مالك اسبانيا لسه في اسبانيا مع اس الاسبانية ركزت على تطورات طبعا رغبة ريال مدريد في ضم النرويجي هالند وكتبت هالند نعم طبعا هم كل الناس بتقول ان هالند قد يكون في ريال مدريد الصحيفة اهتمت بقرار كمان الميلودير الروسي ابراهاميوبيتش بيع نادي تشيلسي وكتبت وداع ابراهاميوبيتش طيب نسيب اسبانيا ونطلع على فرنسا تحديدا نروح لكيب الفرنسية لكيب ركزت على تأهل طبعا تالت للنهائي كاس فرنسا بعد فوزه على موناكو بدربات الترجيح وكتبت الموج الأصفر طبعا كمان الصحيفة اهتمت بتصريح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جرمان حاول تجديد عقد بابيه وكتبت ليوناردو سنفعل كل شيء من أجل الحفاظ على بابيه من نسيب فرنسا ونروح سريعا لانجلترا تحديدا جريدة ميرور سبورت اللي ركزت على قرار طبعا ابراهاميوبيتش ببيع نادي تشيلسي كما هتمت الصحيفة بتأهل لبربول وتشيلسي وساوس هامتون لربع نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي أما صحف إيطاليا نروح لإيطاليا ونشوف كوريلي ديلي سبورت اللي اللي لقيت على فوز يوفينتوس خارج ملعبه وعلى فورنتينا 1-0 في زهاب نهاية كأس إيطاليا وكتبت يوفينتوس يتجاوز فورنتينا 1-0 بهدف عكسي كمان اهتمت بصراع لقب الدوري الإيطالي وكتبت نابولي في طبور الفوز بلقب الدوري الإيطالي لسه ما حضراتكو في إيطاليا توتو سبورت الإيطالية ركزت على فوز يوفينتوس على فورنتينا زي ما بقول لحضراتكو 1-0 في زهاب نصف نهاية كأس إيطاليا وكتبت يوفينتوس فرح بنفسيجي اهتمت كمان الصحيفة بقرار رومان إبراونفيتش على بيع تشيلسي وأزمة غزو روسيا لأوكرانيا دي كانت صحافة العالم بعد الفاصل عندنا لقاء مع ناقد الرياضي أحمد مجدي هنتكلم فيه مع محاور عدة هنبدأها طبعا محور الأهم بالنسبة لنا وبنسبة الجماهير النادي الأهلي طبعا بطولة أفريقيا واستعداد النادي الأهلي لمباراة إن شاء الله مباراة بالمكسب بإذن الله لمباراة يوم السبت القادم أمام المريخ السوداني كمان نتكلم على البريمير ليج ونتكلم على كهاز ألمانيا وكهاز إيطاليا خليكم مع حضراتنا بعض الفاصل والناقد الرياضي أحمد مجدي أهلا بحضراتكم وبرحب بحضراتكم وكمان بنرحب بدفنا النهاردة في المحترف دايما بنكون سعداء أن يكون موجود معنا لأنه مميز جدا جدا على مستوى التحليل على مستوى الأراء على مستوى الأرقام دايما ينورنا ويشارطنا النقد الرياضي المتميز أحمد مجدي أهلا بحميد مساء الخير عليك مساء الفلية كابتن وشكرا لكلام الجميل دوت أنا بابقى سعيد وأنا موجود معكم ربنا يخلي حضرتك كابتن عندنا كلام كتير النهاردة عندنا ملفات على الدوري الإنجليزي والكاس الاتحاد الإنجليزي لكن خلينا نبدأ بملف النادي الأهلي بطولة الأفريقية مش شايفها إزاي بانطلاق طبعا دلوقتي أعتقد الجولة الثالثة من دور المجموعات شايف المنافسة إزاي من خلال الأربع مجموية الموجودين وهنتكلم أكيد على مدشنا المهم جدا أمام المريخ يوم السابط إن شاء الله يعني بالنسبة للمجموعات بشكل عام ما كانش فيه مفاجآت كبيرة كابتن يعني المجموعة بتاعت التراجي والنجم الساحل وشباب بلوز ده المجموعة العربية الشمال الأفريقية كانت هي المجموعة الأكثر تنافسا على مستوى المراكز الثلاثة الأولى وده ما كانش مستبعد مجموعة الأهلي اتعقدت جدا بين أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع بقى المجموعة كلها أمل بسبب الخسارة للمفاجأة قدام مجموعة الوداد والزمالك مرشحة أنها تكون برضو تنافسية أكتر في مقابل أن الزمالك لازم يكسب المجموعة الجاي على أرضه لازم يكسب الوداد لو حصل دوة المجموعة دي هتشتعل جدا خصوصا هيزداد اشتعلها لو سجراد عارف حق أي نتيجة إيجابية مع بيترو أتليتكو في المباراة قادمة وإن كان ده مش مرجح لأن بيترو أتليتكو عايز يحسم التآهل قبل ما يلتقي بالوداد والزمالك ويبقى فيه تباين مصالح يعني لو وقت ما الوداد أو الزمالك يبقى فيه مصلحة أن هم يكسبوا بيترو أتليتكو هيعرفوا يعملوا دوة لأنه فرق الكواليتي أيا كان بيكون أعلى ولكن هو عنده فرصة يحسم موقفه قدام سجرادة لو حصل موقفه والوداد تلقى أي هزيمة أو تعصر قدام الزمالك أعتقد المجموعة تفتحت على كافة الاحتمالات بالنسبة للأهلي الأهلي للأسف الخسارة اللي فاتت دخلتنا في حالة شك بس إحنا كلنا ثقة في الفريق أنه ما دخلناش في حالة شك من الفريق ولكن يعني خلانا نتكلم من الناحة الرقمية سندون زيقدر دلوقتي أنه يحسم المركز الأول ولو كان كلنا كمشاجرين بقنا في كيميا بيننا وبين المركز الثاني في المجموعات بيننا بعرفين إحنا نكسب ببطولة في الأخير لكن أنا دايماً بوقف عند النقطة دي أكيد إن شاء الله خبراتنا وأعتقد كمان ردة الفعل اللي بانت في مباريات الدوري أو مبارات الدوري اللي تلت طبعاً الهزيمة من سندونز كانت فيه روح مختلفة وداء مختلف لكن دايماً يبقى طبعاً الحلم الأفريق المتواجد عايزين ناخد الثالثة على التوالي الحداشر في تاريخنا لكن قلنا رؤيتك حتى لمبارات سندونز استعواز كامل لكن في الآخر نتيجة 1-0 اتغلبنا 1-0 شفت المباراة إزاي؟ أنا شفت المباراة إنه يعني كان فيه توتر كبير جداً في الأمطار الأخيرة من تلتنى الهجوم كله توتر ما كانش يعني اللمسات الأخيرة بتبقى مهمة جداً في المتشاط الكبيرة دي والذي كان بيميز السببب وإيه يا حمد يعني التوتر ده لما بيكون إنت تحت ضغط عالي تحت ظروف مباراة نهائية أو أنت شافي للتوتر واللمسة الأخيرة كان لعبة النادي الآلي مفتقدين هالية أحياناً يا كابتن لما بيكون المهاجم الهداف الأول بتاعك مش موفق ده بيبقى متوتر هو نفسه متوتر كلعيب بس بينسحب على الملعب كله الملعب كله بيبقى يعني احنا عندنا فيه غياب توفيق عن محمد شريف لحد قبل ما تشفرقه مثلاً صحيح ده بينسحب على الملعب كله بالذات التلت اللي قدام وحضرتك لعيب كرة كبير وعرف الكلام ده لما رأس الحربة يبقى عنده مشكلة هدفية هو بيبقى عايز كله كرة تروح له عايز كل الحلول تبقى من عنده وقت ما هو مثلاً طلع ونزل مكانه حسام حسن وجات كرة في الستة حسام حسن مشحون إن أنا لازم أجيب علشان شريف طلع الكلام ده بيحصل فأي فريق كرة لأنه صحيح بس عموان بيبقى فيه تنشن لما بيوصل للأمطار الأخيرة بيبقى هادي زي هذا اللي حصل لما شوفنا الكوربة الكرة تهتأفشل لما الكورة هو والشبكة تقريباً فهو عايز بالنسبة له الأضمن بالنسبة لأفشل أن يحط بطن رجله دلوقتي في حين إن كان فعلاً من الوارد إنه هو مثلاً يدوس عليها ويطلع عدد زيادة يأما يحطها مباشرة بوش رجله غير إن فيه عامل بصراحة كان في ماتش سان دونز إحنا ما كناش موفقين يعني ما كناش موفقين خلص ده بيحصل هو اليوم كان نقف تماماً مع وجود ما فيش فار فمثلاً كورة كورة حنس المرمى اللي مسيكها يعني ممكن تكون بره ممكن تكون جوه لو كانت تحسب الضرب الجزاكت فتحت لك الماتش أعتقد إن إحنا عملنا ماتش كويس جداً ندلقى نعمل ماتش ممتاز جداً جداً ولكن فرقت شوية لما الوقت بيزيد وده اللي عايز أقف عنده لإني وارد جداً يعني الحمد لله الواحد لقى بكورة كتير جداً ويبقى في مباريات بتطلع منها زعلان قوي قوي طبعاً كل مباراة بتقسر فيها بتطلع زعلان لكن مباراة بشكل مباراة النادي الأهلي مع سان دونز وعدم توفيق واضح عملنا كل حاجة في الكورة لكن عدم إحراز الهدف وتيجي حتى إحنا كان بالنسبة لنا وبنسبة لعبة النادي الأهلي وجهاز الفاني إن سفر سفر بالنسبة لنا مش كويس وبتيجي في آخر مباراة بيجي في الجنفة دي مباراة ناخد منها إيه بقى يعني دي برضو عايزين ناخد منها إيه ونروح به على مباراة مهمة جداً ومباراة مفصلية في مشوارنا أمام المريخ السوداني يعني زي ما بيقولوا ربا ضرات النفع يا كابتن أنا افتكرت في المتش ده ماتش فيدا كلوب بتاع السنة اللي فاتت ماتش فيدا كلوب دوت أعتقد أنه فرق جداً في مصار البطولة كلها إن احنا مثلاً نروح للجون عشرين خمسة وعشرين مرة وما نسجلش أعتقد التعليمات كانت أكثر حدة أو هتكون أكثر حدة في الوقت اللي جاي إن ما ينفعش نضيع في الثمانتاشر كل دخول الثمانتاشر لازم يكون بأعلى كواليتي في الإنهاء والكلام ده لأنه لما الدنيا بتتيسر أحياناً اللعيبة بيخلطها شوية من الثقة الزايدة أحياناً بتأثر معك لما في دور الثمانية في دور الأربعة بتواجه خصم كبير بتواجه خصم عنده استعداد إنه هو يتحمل عبء المبارزة يما بيقوله ويطلع لك بكرة واحدة بس يخلص عليك هي دي الميزة الأهمية في مانشو سانداونز والميزة الثانية اللي هي في مانشو سانداونز نحن ما نطولش المانشوات المانشو ما يطولش مننا لأنه أنا ضغط بقات ماكسيمم يعني 35 دي لازم يبقى فيه هدف يعني لازم يبقى فيه هدف لأننا برضو كنا متأسرين جدا في الشوط الأول وما ينفعش ننكر ده سانداونز يلعب علينا كورة كويسة في الشوط الأول يعني أنا مش مع نغمة تقزيم سانداونز لا بالعاكس يعني وفري كبير لا فيه نغمة سائدة إنه ده مش سانداونز لا مش كده العمل أنه هو نزل مصر عايز يكسب هو مش عايز يفتح خطوط مش عايز يعمل ده بس وقت ما حقتاج ياخد الكورة في رجله عمل ده عمل ده بسهولة يقدر يحتفظ في نص البلعب وقدر يعمل يعمل شوطين مميزين وده ما يقللش من النادي الأهلي طبعا تلاعب واحد من أقوى الفرق في القارة كلها فأعتقد أن لا يعني فيه تجارب فيه خبرات كتيرة ممكن والأهم في ماتش سانداونز يا كابتن إنه بصراحة التعامل الأهلاوي مع الماتش كان ممتاز جدا جدا على مستوى الإدعار وعلى مستوى الجمهور وعلى مستوى اللاعبين واللي ساعد في كده ماتش فارقه لأنه إحنا بصراحة ما حسيتش الضغط تتصدر بشكل كبير على اللعيبة من بعد المباراة كله بيفكر إن المجموعة لسه في المتناول كله بيفكر إنه ربض رات النافعة آه الرقم اللي إحنا كنا عايزين نستمر فيه إنه إحنا نفضل سنوات طويلة من غير الهزيمة في الصدق قهرة تكسر للأسف ولكن زي ما بنقول إحنا إنت المشوار بيتكسر عشان تبدأ مشوار جديد وده اللي إحنا ممكن نستفيده بمجرس النوات طيب مباراة المريخ إنت شايف المريخ السوداني إزاي في زل النتائج الأخيرة وإيه اللي النادي الأهل يعمله خلينا نتكلم فنيا لحسم مباراة يعني حسم مباراة أي أن كانت إن دايماً بتكلم مباراة 90 دقيقة أو 92 أو أو فإنك دايماً بتكون أولاً محافظة على شبكتك نديفة وإنك أكيد هتجيب جون يعني عاجلاً أم أجلاً إيه اللي إنت شايفه إن النادي الأهل يقدر يعمله عشان يحسم هذه المباراة المهمة جداً يعني طبعاً زي ما قلنا ماتشسن داونز إدى قبلة حال المريخ أكتر من أحد المريخ كان بالنسبة له الفوز على الهلال يعني فوز بالنسبة له للهلال فوز يحسم صراعة الثالث والرابع مش أكتر ولكن لما الأهل اللي تعصروا بالهزيمة فبقى معناه إن هو النجد الأساسي ليه في المجموعة دلوقتي هو المريخ المريخ والأهل يومما الأنداد الحقيقيين على المركز الثاني والمركز الثالث لأن الهلال بعيد جداً إن هو يكسب الأهل يعني يكسب الأهل في القاهرة ويكسب صندونز عنده ويكسب المريخ تاني في الدربي فالعملات عقدت على الهلال أما المريخ لابت العملية متاحة لو عرف يطلع نقطتين من المرشين الجايين هو ده أعتقد المريخ أربع نقاط المريخ مع أربع نقاط وفي المركز الثاني وراء صندونز له سبع نقط إحنا معنا نقطة واحدة نقطة واحدة إحنا أقول هلال بس إحنا متأخرين بالمباراة عن المجموعة مع عدل المريخ يعني هو المباراة اللي هي النقصة ما بيننا وبين المريخ بزرط أعتقد اللي حصل في مرش الأهل هو اللي خلي المريخ نسمع عن أنه بدأ يقول أنه ماتش العودة ممكن ما يتلعبش في استاد السلام لأنه معاه لسه مهل عشر أيام كاملة قبل المباراة معاه في الحد يوم المباراة أنه يقول لحد قبل المباراة في عشر تيام أنه يقول أنا أقدر أغير الملعب فأعتقد أنه هو السيناريو اللي حصل ده أعتقد أنه ممكن يخلي المباراة نسبة أنها تلعب في القاهرة مش كبيرة زي ما كانت وكنا متخانين ويلعب المتشات كلها في القاهرة فبالنسبة للنصاح الفنية يا كابتن أنا شايف أنه يعني ابني على مباراة فاركو تماما الفريق ده مش هياخد منك الاستحواز مش هيحب ياخد منك الاستحواز في القاهرة من المفضل أنه نلعب 4-2-3-1 زي ما لعبنا بها ماتش فاركو بالزبط أنا متفاهم بعض التحفزات اللي موسيماني بيحب يدخل بها المتشات الأفريقية نلعب 3-4-3 ويرحى الحمد فتح وراء يضمن كافة يعني المساحات الملعب في الدفاع سواء من نص الملعب الدفاعي أو من خط الدفاع كله يبقى كله في مواقق يقوله متمرحة هذه الحسابات بقى الحسابات الصغيرة والديتيلز الصغيرة يمكن بعض الناس ما بتشوفهاش أن أنا كمدير فني أدخل مباراة عندي نوع من أنواع هذا التحفز بشكل أو بآخر لغاية مضمن المباراة وأبدأ ألعب بطراتي أو أنزل بنوع مش هقولك نوع من أنواع الرسك لأن يعني لعبت النادي الأهلي متعودة على 4231 بقى لها فترات طويلة فأنت شايف خلينا نكلم من النادي الأهلي شايفوا أن 4231 هي الأنسب في مباراة المريخ بداية من المباراة أنا شايف من بداية المباراة نبدأ 4231 نستثمر الحالة الفنية الجيدة جدا لأفشة ومحمد شريف بعد ما تشوفاركو والأحمد عبدالقادر في مركز الجناح والسويتش اللي بيحصل لما أفشة بينزل على الأطراف لما بينزل على الطرف وأحمد عبدالقادر بياخده كرة من نص الملعب ويستقبل الملعب بوشه هي دي الحالة للأهلي دايما بيكون خطر في الهجمات عكس ما أنا كنت بلعب 3-4-3 آه أحيانا بيبقى أفشة يعني عائق ليا قدام بعض المهام الدفاعية بس هنا بقى الخلطة اللي المدرب لازم يعملها إن أنا عندي أعتقد في جيل 98 لحالتك تتذكر حازم إمام حازم إمام كانت يعني كان كابتن جوهري طبعا بيدي أدوار الملعب الدفاعية كلها بس أعتقد كان الأكثر تحررا من المهام الدفاعية هو حازم بالزبط وإحنا كنا بنطلع عليه بالزبط حتى حسام حتى كابتن حسام حسن أحيانا كان يعني يدوره نوع يضغب عرض الملعب أو ينزل لحد نص الملعب لحد ما يسلمه للدفندرات ولكن حازم إمام معروف أن أنا عايز حل واحد بالكرة لمسة أو لمستين أو ثلاث لمسات هو مش عايز من كابتن حازم إمام في الموقف ده أكتر من كده ده اللي بدل مع مجد أفشة بالزبط إحنا شوفنا مجد أفشة قادر إنه هو يجمع اللاب في موت شفاركو كل الخطورة كانت منه لما بينزل ريشة كده على الأطراف بيديك حتى عمقه في وسط الملعب يتحرك في أحمد عبدالقادر اللي بدخل جوا وأحمد عبدالقادر من النوع اللي عايب اللي لما بيشوف لما بيستلم الملعب بيوشه عايز روح بيستقبل الملعب بيوشه بتبقى كله خطورته وهو كمان عنده قدرة أنه هو يقطن بدي بيلعب بيمينه وشماله وبيعرف يروح للمدافع ويرقصه بيدي الكل اللي أنا بحكي لحاراتك في ده بيدي المحمد شريف مساحة كبيرة يجري فيها في الملعب ومحمد شريف من نوع استراكرات اللي بيحب المساحة بيحب طبعا مساحة يتحرك فيها لأنه بيحب يأخذ الكرة من الحركة بيحب دايما يروح وراء المدافعين بالشكل عشان كرة تتحط من وراء خلينا نتكلم كمان إيه اللي نخاف منه إيه نقاط القوة في نادي المريخ أنت شايف أنا شفت بفري المريخ كابتن عنده سرعات كبيرة جدا في التلتل الهجومي في مبارات الهلال على وجه التحديد كان عنده سرعات كبيرة في التلتل الهجومي فري المريخ ما كون ما عملش فرص كتيرة جدا قدام الهلال بس عارف يسجل هدفين ناسي مش متذكر اسم اللعب هو هدف اللعب أعصر كده رابط شعره مش فاكر هو خطورته في التلتل الهجومي آه خطورة المريخ في التلتل الهجومي فريق تقدر تقول أنه يختلف شوية عن سانداونز في الأداء الاحتفاظ بالكورة أنه ممكن جدا يبني من تحت ولا هو معتمد أنه بيدافع بشكل كويس ويستغل سرعات للكونتر أتاك ده هو هيعمل ده هو هيعمل عب ماتشين الأهلي أو لو لعب ماتش الأهلي في القاهرة والماتش الثاني في القاهرة يلعب ماتشين الأهلي بالنهج ده أعتقد أنه يعمل كده هو أنا بيتهايلي هو مش عايز من ماتش الأهلي غير نقطتين لو خد النقطتين دول هيبقى بيلعب مجموعته كلها على نتيجة إيجابية مع سانداونز وفوز على الهلال ويبقى ضمن التأهل تماما في مجموعة بالنسبة له معقدة ومتشابكة هو عارف أنه لو عرف يحصل نقطتين نقطة ونقطة يخلصوا صفر صفر يخلصوا واحد واحد بس هو عارف أن المجموعة كلها تتحسن في ماتشين الأهلي وبنسبة له كل حساباته منصب على ماتشين الأهلي يعني شكرا شايف دي من الجولات المهمة وشايف أنه تسجيل هدف مبكر في المباراة القادمة دي هيفتح المجموعة جدا للأهلي لأنه يحسس المريخ أنه الخصم أقوى منه بكتير وده الواقع إنما أنت كلما تتقدم في المباراة وتدخله معك في الجيم وتخليه عقد الملعب ويعمل تغيرات دفاعية يلعبك كورتولية يجبرك على اندفاع بدني معين أعتقد أنه كل ده مش في صالحك فأعتقد أنه يعني إن شاء الله يكون محمد شريف موفق في المباراة دي تحديدا على مستوى الإنهاء لأن أعتقد أنه يبقى فيه تركيز كبير جدا من الأطراف محمد هاني وعلي معلول على الإرسال العرضيات لازم محمد شريف يعني يبقى هادي ومش متوتر أعتقد الجنة اللي جابه في فارقه جنبي كيفية كويسة كهداف بيحسسن أنه دخلت تاني في الموت بيتهيقل أنه الجنة دوت لازم يحس محمد شريف أنه يقلل شوية إن شاء الله حسام حسن لو خد فرصة في الشروط التاني أول من بداية المباراة يبقى بيسجل عشان نبقى متطمنين تماما على الأساسي والإحتياطي فبتالي المباراة اللي جاي دي حسماها مبكرا وعدم ترك الفرصة والمساحة للعيبة المريخ إنهم يلعبوا لعبهم أو يجرونها لستيلهم دي أهم حاجة المرش الجاي كابتال وده طبعا كلارك المدير الفني بتاعهم هو طبعا أشهد بالنادي الأهلي كتير جدا وقال إن أنا طبعا بنقابل أفضل الفرق على مستوى الأفريقي ويمكن أشهد طبعا بأليو ديانج وبنجوم النادي الأهلي فكمان أنا شايف إنه برضو حرب نفسية إنه بيديك نوع من الطمقنين ومحل الأداء بتاعه مصر ومحل الأداء بتاعه مصر فبالتالي زي ما احنا نقول محتاج تركيز طيب موسيماني أكيد فيه سيناريو للمباراة أنت شايف بيبدأ بالقوة الضربة زي أنت بتقول ولا بيكون كمان سيناريو الشوت الثاني ومهم جدا نادي الأهلي مباراة كتيرة جدا رجع في الشوت الثاني هل حيكون فيه أوراق على الدكا يقدر موسيمان يشتغل بيها ويغير من شكل المباراة لو فيه الشوت الأولاني وفيه بعض التعاطف حراز الأهدف يعني هو على مستوى الدكا يعني على مستوى الدكا يبقى أهم عنصر هو العنصر اللي هيفقد من خط النص بين حمدي والسلية وديانج العنصر ده يكون أهم عنصر هيوفر لك حلول كتيرة في الملعب ففرضا أنه بدأ مثلا بحمدي وديانج وأن كنت أتوقع أنه هيسيب ديانج عددك أنا متوقع ده متوقع أنه هيسيب ديانج عددك فهيكون السلية بالنسبة له حل لعيب رقم 8 هيتفعله الملعب لو المريخ فعلا يعرف يطلع على الشرط الأول مثلا 0-0 عنده حلول تانية أنا من أنصار أن الماتش دوت يتلقي لعب فيه يعني يبقى فيه دور لكريم فؤاد فيه مثلا على سبيل المثال ما يبقاش بدأ أساسي بس يبقى حل دايما وموجود لأنه أنا محتاج أن علي معلول يكون دايما في نقطة بعيدة في الملعب فإحنا عندنا محمد هاني لو رجع في عمق الملعب ولعبت ثلاثة مثلا وعلي معلول الفضل قدام تاني اللي جابها بتاعته بتاعت أحمد عبد القادر تبقى خطيرة طول المتش أعتقد أن أنت هتبقى كل كرة عندك خطرة ده من ناحية من ناحية لو هتستغل كريم فؤاد نفسه باكلفت لأنه بيعرف إيه لعب باكلفت تحتاج كريم فؤاد تحتاج سرعاته من نقطة عندي أن الطرفين واحد منهم لو واحدة يرحل اللي هو ممكن يبقى محمد هاني علي معلول يبقى على طول على الخط مستني تمريرة عبد القادر أو عبد القادر يقتن به ولازم برضو يكون فيه بالانس شوية طبعا إحنا عندنا قوة ضربة من خلال علي معلول لكن كمان لازم يكون فيه بالانس من ناحية الهجومية يعني ممكن محمد هاني يشتغل بشكل أكتر شوية كريم فؤاد زي ما أنت بتقول ممكن يبقى يلعب بتلاتة وراء وكريم واخد دور زي تقريبا دور علي معلول بدل من ناحية الشمال يبقى ناحية اللي مين التنوع ده موجود بشكل كبير وزي ما أنت قلت هو نهاية الهجمة نهاية الهجمة لازم تكون مطمرة للنادي الأهلي ونقدر نحط منها أهداف وتكون الموضوع بالنسبة لنا طول ما الماتش هيكمل 0-0 أعتقد ده كمان هيخرج لعبة النادي الأهلي عن تركيزها إن شاء الله طيب عايزين نشوف بقى المجموعات كلها ترتيب المجموعات أربع مجموعات نشوف المجموعة الأولى ونتكلم مع أحمد ونشوف الأقرب طبعا للتأهل من خلال طبعا الترتيب اللي هنشوفه مع حضراتكم عدراتكم عارفين إنه طبعا دي المجموعة الأولى سانداونز بسبع نقاط المريخ السوداني أربع نقاط النادي الأهلي نقطة واحدة ونادي الهلال السوداني بنقطة واحدة طبعا مع يعني فيه مباراة يعني من يتأهل يحني يعني أنا متخال في الأخر أول وثاني أول وثاني سنداونز بأهل الثاني ماشي المجموعة الثانية الرجاء ما زولوا نشايف عندنا فاقسطيف وحورية كونكري وحورية كونكري الأعرب أنا متخال الرجاء وفاقسطيف الرجاء وفاقسطيف المجموعة الثالثة ترجي شباب بولشداد وابنجم الساحلي وعندنا مين الرابع؟ جوانينجالكش آه الأعرب يعني جوانينجالكسي حصلت المجموعة حتى الآن جوانينجالكسي عندنا المجموعة دي بها فعلا معقدة جدا 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 عن كل فريق طبعا الترجي متقاهل أول يعني أنا متخال الترجي هيتقاهل أول بدون فيه يعني هو الأول والتاج يعني فيه كل فريق عنده لسه أمال بس أنا متخال الترجي هيتقاهل أول من غير تعقيد كمان المنافسة على الثاني والثالثة هكون من بلوزداد و نجم الساحلي بلوزداد بيستثمر البنع على الوصول لربع النهائي السنة اللي فاتت رغم الخسارة المفاجأة من الترجي أو الريمونتاد اللي عملها الترجي عليه السنة اللي فاتت النجم الساحلي عنده ضافع كبيرة وإن كان أهضر فرصة مهمة جداً نكسب جالاكسي دوت في ملعبك هتفرق جداً في مصار المجموعة أهضر فرصة كان في المتناول بهدف سازج في الدقائق الأخيرة هعتقد المجموعة دي متشابكة جداً يا كابتن بس خلينا نضرب الوضع كما نقول الترجي والنجم ترجي أول والنجم التاني المجموعة الرابعة طبعاً مجموعة اللي بتدوم النادي الزمالك بيترو الوهندا طبعاً في المركز الأول سبع نقاط الوداد بست نقاط زمالك بنقطتين وطبعاً السجر هذا ده بنقطة واحدة الأقرب أول وتاني انت شايف لسه إن شاء الله بإذن الله يكون فيه فرص للنادي الزمالك لأن نتمنى طبعاً كل الفرق تمثل مصر على المصالة الأفروض وتوصل لأبعد نقطة شايف المجموعة دي إزاي ومين أول وتاني في المجموعة دي؟ يعني كلام الدبلوماسي برضي وخلينا نقول إن الزمالك على حسن نتيجة مطش الوداد مطش الوداد ده هيفتح المجموعة خالص للوداد وبيترو أتليتكو أو هيدخل الزمالك في الجن بقوة فأنا يعني توقع بيترو أتليتكو والوداد بيترو أتليتكو أول والوداد التاني بيترو أتليتكو هيكسب سجرات المطش الجايد؟ هيكسب سجرات لو هما بالنسبة له هيضمن بالنسبة له مركز أول وهيعرف يعني أنا متخيل بيترو أتليتكو لأن عنده لعبة برزيليين وبرتغاليين ولعب مطش كبير طبعاً قدام الزمالك هنا كان مطش منظم جداً جداً ولعب مطش أجمل على الوداد في أنجولا يعني متخيل إن بيترو أتليتكو والوداد أول وتاني بس يعني فيه مطش في المغرب بتاع الوداد ده لو الوداد عارف يكسب بيترو أتليتكو فيه ممكن يطلع أول ومطش الزمالك اللي جاول لحد المجموعة بس خلينا نمشي نقول بيترو أتليتكو أول وداد تاني طيب لسه عندنا كلام كتير جداً جداً لكن هنروح لفاصل دلوقتي ولا؟ طيب نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا الرائع مع النقد الرياضي أحمد مجدين أهلاً بحضراتكم مرة تانية برحب بك يا أحمد معنا في البرنامج ومن خلال حتى وإحنا داخلين كان فيه شايفين مبالغ كبيرة جداً وأرقام كبيرة جداً بتكسبها الأندية الأوروبية من بيع لعبة الأكاديميات عايز ياخدني دوت لكاريجر طبعاً أسطورة ليبر بول والتصريح يعني اللي تلع به بالنسبة للتجديد عقد محمد صلاح والتعمل اتنين قال لي محمد صلاح تبقى مجنون لو مشيت وقال ليبر بول تبقى مجنون لو مشيت محمد صلاح شايف هنوصل لصيغة التعاقد إمتى وهل فعلاً محمد صلاح أنسب له وأفضله البقاء في ليبر بول يعني أنا شايف السؤال الأخير ده أجابته وأيوة ببساطة أحياناً العمر بيفرق الوقت اللي انت بتبقى فيه آخر عقد آه بيفرق لأنه مش هيحقق محمد صلاح من باب الوقت تقصد من باب الوقت مش من باب أي شيء تاني هو عنده الدفعية هو لما تسأل على الموضوع دوت قال أنا أنا أكمل بعد الاربعين عادي ما فيش مشاكل بس الموضوع أنه العقود لو انت عايز تحصل أكبر ربح مادة حالي النسبة أقول 80% اللي هديك العقد الكويس دلوقتي دوت اللي عنده الدافع أنه هديك العقد الكويس دوت هو ليبر بول دلوقتي إلا لعشان أنا شايف أن في المركاتو اللي جاي فيه ثلاث صفقات مش هيق مع بعض يا كابتن زال بازل كده مبابي هلان دي صلاح صحيح كل صفقة من دول هتتحرك في حتة هتأثر على الصفقة اللي بعدها فلو مبابي مثلاً اتحرك من باريس سان جرمان هنا محمد صلاح فعلاً يقدر يتكلم في ورقة مساومة فيه بعد التقارير بدأ تحرك إلى حد شبه رسمي من بي اس جي لأن مبابي خلاص ممكن يكون فيه طريق لريال مدريد فخلاص مبابي هيمشي يبقى التفاوض مع حمد صلاح ممكن يكون جاري فيه خلال الأسبوع اللي جاي بالضبط وهلان دي من ناحة التانية الفريق اللي هيختاره غالباً ما بين برشنة وريال مدريد ممكن الصف الجاي ممكن هلان دي ما يتنقلش الصف الجاي ممكن يتنقل الصف اللي بعده وإن كان ريولة عايز الصفقة الصف الجاي إن الناس بتحاول تعمل صفقات كتيرة فيه دوافع في أسبانيا حتى لو أنا مش مصدق قوي إن برشنة يعرف يمول صفقة هلاند بس لو لا المدريد يعرف يمول صفقة هلاند هنا هيأثر جداً في أن هلاند ممكن ما يخليش إلى المدريد يندفع بنفس الطريقة على مبابي فمحمد صلاح في الوقت ده الأمور هتتقفل عليه في لفيربول ففيه صفقات زي البازل كده ولكن أنا شاف القرار الأنسب وأعتقد اللي صلاح عايزه أنه يقعد في لفيربول بالمبلغ اللي هو رسمه اللي هو أعتقد أنه هو محمد صلاح لو حصل على 350 ألف سترليني في الأسبوع لو كل المفاوضات انتهت على كده أعتقد أنه أعلى مبلغ في لفيربول دلوقتي واحد من أعلى المبالغ اللي لم يكن الأعلى مش عارف بالزبط لا هو الأعلى هو الأعلى هيكون الأعلى في لفيربول ولو محمد صلاح ومحمد صلاح بينشط الخمسمية الخمسمية تخليه أعلى لعب في الفريمير ليجو دي القيمة اللي هو يستحقها ما عندناش أي شك تتكلم على تدعيات معينة وظروف معينة احنا كلنا نتمنى أن يأخذ مليون لكن هو فيه ظروف معينة وأنت بتتكلم على موضوع السن أنه ممكن لفيربول يقول لك لا خلاص أنت موجود معنا لغاية 2023 واعتقادي السنة اللي جاية الأندية اللي هتدفع المبلغ ده هتكون قليلة بشكل كبير والمشكلة أنه قدام صلاح ورقة زي الععيب زي جيدون سنشو مثلا والعيب زي كيرستان رونالدو في مانشستر رونايتد واحد صغير جدا وبيأخذ أكتر منه واحد كبير دلوقتي بينهي مسيرته وبيأخذ أكتر منه والاتنين بيأخذوا أكتر منه بشوية حلوين فيعني مطالبات صلاح أعتقد أنها منطقية ولكن محمد صلاح القرار لازم يأخذه بروية شديدة زي ما احنا متعودين منه القرار لازم يتخذ بروية شديدة وفي الوقت ده أحيانا 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 بيبقى ضغطك أنت على الوكيل أنا متفاهم قصة أنه احنا في 2022 اللاعب والوكيل هم واحد أنا متأكد من ده ولكن أحيانا بيبقى رغبتك أنت كلعب كرة قدم أن الوكيل في الآخر عايز مصلحتك كاملة بس هو مش أنت في الآخر مش أنت في الآخر محمد صلاح عايز أنا متخيل أنه جوه منه رغبة أنه يحقق الأسطورية الأكتر في ليفر بول أنه ما يمشيش من التجربة دي إلا هو أسطورة النادي الأولى أو يقدر يبقى من أساطير النادي الأول لو قعد في عقدة خمس سنين وخد بطلتين ثلاثة كمان محمد صلاح يتحط على سطر واحد مع إيه نرش ومع دالج ليش خلاص دخل كمان في حتة تانية خالص وأنا كمان مع منطق أن أنت خلاص أعتقادي أنه كمان البريميال ليج هو الدور الأفضل لمحمد صلاح من خلال إمكانياته وأن محمد صلاح مع ليفر بول والثقة الكبيرة للجماهير في محمد صلاح ده أسد ده رصيد يعني ده يتحسب كمان جزء من الفلوس ما كانت محمد صلاح في الدور الإنجليزي ما كانت محمد صلاح لجماهير ليفر بول والنقطة اللي أنت قلتها مهمة جدا أن كمان تواصل أو تواجد محمد صلاح في ليفر بول مع السنين اللي جاية هيحطم أرقام كتيرة جدا بفوز ببطلات فكل ده في صلاح في حاجات ده بيعتبرها فلوس يعني ده هنا حاقد خمسمية هنا حاقد تلتمية لكن ممكن أبني على تلتمية دي عمر وعمر وكتاب التاريخ فده مهمة أكيد محمد صلاح يعني ان شاء الله يتوصل للحل الأمثل ده هياخدنا لمباراة ليفر بول كاس الاتحاد الإنجليزي وكانت مباراة اعتقد البعض بعد نهاية الشت الأولاني أن ليفر بول حيفوز بالنتيجة كبيرة كان فايز 2-0 ولكن نوريتش كمان رجع للمباراة في الآخر وقدر يحرز هدف شفت المباراة زي من خلال سياسة يورجون كلوب مع تغيير شبه كامل في الفريق ولكن يبقى ليفر بول كان هو الأفضل من خلال المباراة يعني نقطتين مهمين جدا في ماتش ليفر بول خدت بالي منهم يا كابتن أنه من الضروري جدا وجود سيستم فيه سيستم أنا حسيت أنه بغض النظر عن الكواليتس بتاعت صلاح وماني وفرمينو وجوجوتا واجتماعهم كلهم في الملعب أنا لقيت نفس العناصر دي بنفذها مينامينو على سبيل المثال شامبرلين لقيت العناصر مش مفتقدة قوي في الملعب وده معناه أن فيه سيستم بدأ اللعبة دي تنتهجه سواء بقى من حيث الضغط الشرس في مناطق الخصم سواء من حيث التحول السريع سواء من حيث التمريرات الطولية كل ده لقينه بيتعمل وإن كان بكواليتي أقل النقطة التالية كابتن غير السيستم يبقى عندك عمق في التشكيل ده اللي يورجين كلوب فعلا وفره لليفر بول ليفر بول حتى في أشد فترات معاناته كان عنده لعيبة بكواليتي ستيفن جيرارد وسواريز وفرناندو توريس وكان عنده كذا لعيب في نقطة كثيرة من الملعب ما فيهمش لعيب قليل ولكن اللي عمل يورجين كلوب واللي خده بمشروع طويل الأمد وده مهم جدا يا كابتن إن يبقى فيه مشروع طويل الأمد بيشتغل علي المدرب إن أنا بحط مثلا عنصر زي شاكيري مثلا 3-4 سنين ماكملش تقريبا 30 ماتش ولكن كل مرة كان بينزل شاكيري فيها كان بيعمل فرق ولو على مدار 10 دقايق ولو على مدار ربع ساعة لما شاكيري حاس إن ده كتير قوي على الكارير بتاعه وإنه يبقى على الدكا مدة طويلة جاء طرح لعيب زي مين أمينو ومعنى إن مين أمينو ينزل بعد الفترة دي كلها مثلا من عدم المشاركات وينزل يجيب جنين ويحسن في كاس الاتحاد الإنجليزي بيتهالي إن ده معناه إنه في حالة يعني سيطرة على غرفة الملابس بشكل عام كل اللي عيبة بتنزل بتبقى قادرة إنها تقدي المطلوب منها وأكتر لأنه لو خد كاس الاتحاد الإنجليزي وأضافوا الكاس الرابطة اللي لسه واخدوا من الأيام يقدر على الربعية يقدر طبعا على الربعية لا متاحة جدا يعني ليبربول من أقوى الأندية في أوروبا في الشك الدور الإنجليزي مش بعيد خالص يعني في المتناول مش بعيد آه جواردولا ممكن يعمل العشر ما تستطيع اللي ما بيتغللش في يوم دول أنا بستاني السبت لأن يوم السبت كمان مباراة مع وسط هام مباراة مباراة مهمة جدا في تحديد بالزبط في تحديد إذا كان الصراع سيستمر للنهاية أم لا يعني وماتش ليبربول وأرسنال اللي تأجل ماتش ده مهم ماتش ده مهم جدا لليبربول يعني المسار التصعودي اللي بدأ فعلا يتكون من بعد ماتش انتر ميلان على وجه التحديد لو فضل المسار التصعودي ده أعتقد ليبربول ماشي في سكة إنه الدور ده هيكون شبيه بدور 2018 2019 اللي فضله نفسه لحد ما كانوا يجيبه 300 موقت هما الاتنين تقريبا لا ده بيتغلب ولا بيتعادل ولا ده بيتغلب ولا بيتعادل فبيتهالي المنافسة همت حاليا بالنسبة لي أقوى في لئتين كورة ممكن في أوروبا كلها مع تشيلسي وبارني ميونيخ وريال مدريق يعني دي من أقوى الفرق في أوروبا التنافس بالليبربول لو كنا بنتكلم على أقوى الأندية في أوروبا فأكيد كمان يورغن كلوب من أقوى المدربين على مستوى العالم ما فيه شك عامل أداء أكتر من رائع مش السنة دي خلال السنين اللي فاتت ويمكن السؤال اللي سألت ولأحمد هل قادر على الربعية هل من أهداف ليبربول فعلا حصول على الربعية نشوف يوغن كلوب على الربعية والتنافس باستمرار واللحاق بمان سيتي على مستوى البريماليك كمان الربعية هذه رواية رائعة لم يسبق لفريق إنجليزي أبدا أن يتوج بالربعية هل هذا صحيح؟ أمر صعب للغاية حقيقة لقد فزنا بكأس كارباو ونحن خلف سيتي في الدوري وسنواجه نوريتش سيتي بعد أن لعبنا لمائة وعشرين دقيقة يوم الأحد ثم سنلعب ضد ويست هام الممتع في عملكم أنكم تحسبون النقاط قبل أن نلعب نحن المباريات ولكن علينا أن نلعبها على أي حال لذا فنحن لا نفكر حتى في هذه الخواطر المجنونة نرغب فقط في التحقق من أن الشباب لائقون بالقدر الكافي لمواجهة نوريتش بشكل جيد حسنا الفريق الوحيد الذي يمكنه الفوز بالرباعية هو نحن لأننا فزنا بالمسابقة الأولى ولكن حتى السيتي بكل الجودة التي يتمتعون بها في السنوات القليلة الماضية لم يتمكنوا من الفوز بالرباعية هذا يقول كل شيء تقريبا لأنه يوجد العديد من الفرق مرة أخرى يعد البدء بنوريتش بالفعل أكبر مشكلة لدينا ثم نتحدث عن وستام وكل هذه الأنواع من الأشياء ولا أعرف حتى من سيأتي إنه أمر صعب حقا ولهذا السبب لا أحد يجب أن يخمض أي إثارة إنها الحقيقة فقط الحقيقة للفوز بشيء ما هو أنه عليك التركيز على الخطوة التالية وإلا فسوف تكافح هذا ما نفعله دائما واقع جدا طبعا يوجد كلوب كان عادة في تصرحاته ويحمد واقع هو بيفكر بيقول لي الصحفيين أنتوا بتحسبوا يمكن أنه قبل أن نلعب المباراة لكن هو عايز يجهز يمكن كان اللقاء ده قبل مباراة نوريتش أنه كان عايز يجهز الشباب لمباراة نوريتش وده اللي شفناه أنه جهز عدد كبير من الشباب ولعب بتشكيلة مختلفة وقدر في النهاية يفوز بالمباراة بالضبط يا كابتن أنا بحب جدا مؤتمرات يورجين كلوب الصحفية بيطلع فيها بكونكلوجينز حكيمة كده فالجزء اللي هو أتكلم فيه عن تجهيز زي ما قلنا في الوقت ده من الموسم انت بتحتاج بقى لعيبة اللي زي هارفي إليوت وبتحتاج مينامينو وبتحتاج اللعيبة اللي هي ما أخدتش فرص في الأول لأنه هيجي مش انت بس محتاج أسبوع تريح محمد صلاح لأن ده بيدمن لك أن محمد صلاح مثلا هيكمل للآخر بس هو محتاج رايح أسبوع واحد أحيانا فيه لعيبة محتاج رايح أسبوع مش أكتر اللي هو أحيانا لما بنسمع حضرتك مدرب كبير وعال لما تلاقي العيب غاب مثلا بشكل مفاجئ وما فيش إصابات ورجع تاني أسبوع وتبتدي الصحافة تتكاهن إن كان فيه مشاكل بينه وبين المدرب أو لا أحيانا بيبقى اللعيب فعلا محتاج رايح أسبوع لعيبة محمد صلاح سافر الكاميرون في مشقة ما بعدها مشقة بعد كده لعب الدور الأول في كل ماتش في مدينة بعد كده سافر الدور الثاني كل ماتش في مدينة كل ماتش 120 دقيقة لعب ماتش الزيادة أو ماتشين زيادة عن أي فريق في التقوي سافر بعد ثلاثة أيام لعب ماتش في ليفر بول ومطلوب منه يبقى توب فورمي دايما بتهيقلي عقل زهنيا محتاج يفصل أحيانا بيبقى الفصلة دي محتاج أسبوع محتاج أيام صحيح نفس الحل نابي كيتا نفس الحل ساديو ماني وعنده كروبي يشتغل على النقط دي بشكل أكتر من رائع عارف إمتى محمد هو بيحس كمان خلي بالك المدرد بيحس والعلاقة ما بينه وبين اللعيب علاقة تسمح لمحمد صلاح أنه ممكن يقول له لا أنا محتاج أريح ثلاثة أربعة أيام ممكن جدا يدي محمد صلاح يومين ثلاثة أجازة حتى في وسط السيزن لو حس أنه ده هيبقى إفادة للفرق خلال المشوار اللي جاي فده أكيد عايز أخذك بقى يا أحمد ليه توتنهام توتنهام مع كونتي أكيد ماشي بشكل أكتر من رائع لكن متزبذب في الأداء حتى على مستوى الدوري بيكسب المان سيتي بعدين بيتغلب تاني يعني لكن خروجه من ميدل سبرا في كاس الاتحاد كان كمان مفاجأة لكتير من الناس بس أنا استمتعت جدا 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 بأداء ميدل سبرا في الماتش في الماتش ده كابتن يعني تمنيت لو كان لو كان عندنا مسابقة مصرية في الدرجات الثانية والثالثة بتفرز أندية بنفس القوة تواجه فرق الدوري الدرجة الممتازة ميدل سبرا عمل يعني غير التنشن وغير الأجريسيفتي لا لعب كورة حلوة الولد اللي سجل هدف عنده عشرين سنة تعريبا مستلم الكورة ودايس في خط تفعته تنهام ورفع عين وحطت في المقص يعني متأسس كورة صح يعني ده الأول حاجة جات في بالي وأنا بتفرج عن المباراة ومتأسس كورة صح حتى للفرق دي بتبقى موتيفيشن عالي جدا بالزبط بس غير الموتيفيشن والكلام كان فيه كورة كان فيه كورة بتتلعب من ميدل سبرا على ملعب تاريخي برضو يعني ميدل سبرا من الأندل لما نزلت فقد الدور الإنجليزي تاريخ كبير جدا والحد الوقت يومها مش عارفين يرجعوا الدرجة البريمير ليج يعني البريمير ليج ولكن على ملعبهم بالأجواء دي المنتخب الإنجلترا الحالي ساوسجيت والله فين جون بحجم دوني من الأندل السبير طبعا يعني أسامي كبيرة جدا في تاريخ كورة القدم الإنجليزيات وتنهم زي ما حارتك بتتكلم مع كونتي وأحيانا بحس ان دي سيمة كونتي يعني أحيانا بحس ان دي سيمة كونتي مطش عالي جدا أو يعني مطشين تلاتة عاليين جدا 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 وبعد كده من كتر التنشن اللي يبقى أحيانا غزب عنك بتفك اللي يبقى أحيانا ما بتبقى شماشي معك على نفس النمط واضح ان مشكلة كونتي واضح ان مشكلة كونتي وإحنا بنستكشف كونتي نحن بنستكشف كونتي كده مثلا لأنه هو ما دينا فرصة للاستكشاف ان تجاربه كلها مختلفة في تجربة مع يوفينتوس مهيمن ومسيطر على الألقاب في إيطاليا وفي تجربة مع انتر عارف يناطح يوفينتوس وياخد منه الكالشيو وفي تجارب تانية في تجربة زي مع التوتنهام دلوقتي وفي قعدة سنتين براكورة في منتخب إيطاليا عايز يرجع لليورو فكل التجارب فعلا مختلفة تقدر تقيس بها مدرب زي أنتوني كونتي واضح ان المشكلة عند كونتي واضح ان هي المشكلة في الأجريسيفة الإيطالياني ده توصد العصبية والروح القتلية دايما يعني مستمرة بشكل كبير بيجي وقت ان العملية دي خلاص بتسعت الكلام ده ممكن ينفع أنا بحس أن إيطاليا عايزة مدرب ده إيطاليا عايزة مدرب التنشن على طول عايزة مدرب الصعب عايزة مدرب اللي يستنفر جسم اللعيب بالحركات اللي زي دي ولكن إنجلترا موضوع معقد فيها ده يدي النقطة يعني إنجلترا زي ما قلت لحضرتك كابتن فيه أولا نفل المنافسة عالي جدا ثانيا من ثالث اللعيب هو عايز المدرب بيبقى زي ما حالتك كلمت عن يورجن كلوب كده يعني معاه على نفس الخط صاحب وصديق ومؤهل نفسي ومدرب جيد ولكن مش محتاج دايما يكون المدرب يعني حتى حتى جوارديولا ما يعب عليه مثلا في إقدارته المانشستر سيتي أو في إقدارته البيرني مونيخ وبرشلون وكل ده إن العلاقات الإنسانية قليلة جدا عند جوارديولا ولكن تصريحاته مثلا يعني ده ممكن ودينا للماتش مانشستر سيتي في كاسرابتال اللي أبو فيه بيتربورج الإشادة العارمة برياض محرز في المؤتمر الصحف بعد الماتش بشكل مفاجئ يعني اللي هو بشكل مفاجئ أحيانا يقول لك إن لأ فيه خطوة ماما دروسة أنا معرفش أنا مش جوا غرفة ملابس منشستر سيتي بس أنا متخالي إن كل الضغط اللي بيقع على رياض محرز من أول الموسم وفي حين الراجل جايب عشرين جون هو تاني على فكرة أكتر لاعب تسجيلة للأهداف بين الأندية الإنجليزية بعد محمد صلاح بس داد محرز مجهود وضايع في القيل والقال الصحف اللي دايما والمشادات اللي مع جورديول والتعليمات العنيفة أنا الأول إن المؤتمر الصحفي يكون كله عن محرز مفروش بالورود وكلام حلو عن محرز وإحنا اللعاب ده أنتم مش شايفينه ده دي النقطة اللي بكلم حارتك فيها كابت كنت لما كان مثلا بيتكلم على أمور تخص لعبي إنتر ميلا في بيوتهم ده كان أمر ضغط جدا أنا متخيل أن ما كان شيء فعل أنت يعني شايف أن كنتي أكيد مدير فني رائع ولكن الروح الزيادة والحماس الزيادة ممكن تتماشى شوية مع الدور الإيطالي ولاس الدور الإنجليزي اللي ليه طبيعة خاصة جدا وليها منافسات خاصة جدا وليها يعني سيستيم أعتقد مواضح جدا أن طبعا يوجن كلوب هو شاب دوت ودرس ده بشيء أكتر من رائع لكن تعالوا كمان نشوف كنتي ونشوف كمان اللي قاله أحمد هل الدور الإنجليزي مختلف تماما عن الدور الإيطالي هنشوف كنتي قال إيه بالنسبة لهذه النقطة وكمان خسرته في كاس الاتحاد الإنجليزي كما قلت من قبل الفوز بكؤوس في إنجلترا صعب للغاية حاليا من السهل الفوز بألقاب في أوروبا مقارنة بإنجلترا وذلك لأنك تدرك أنك عندما تلعب في ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي أنك تواجه فرق المقدمة التي بإمكانها أن تلعب في نهائي دور أبطال أوروبا أو الدور الأوروبي تلك هي الفرق التي تواجهها في النهائيات المنافسات العالمية من المهم أن نواصل المسيرة في هذه الكأس لا تستهين ببلوغ توتنهام لنصف النهائي لأن النهائي كان بين تشيلتسي وليفربول مما يعني أن بلوغ نصف النهائي في هذه الحالة كان إنجازا طيبا لتوتنهام إنها مسابقة رائعة وكنت محظوظا في السابق بالوصول إلى النهائي لعامين متتاليين أود الاستمرار في هذا التقليد مع توتنهام خاصة بالنسبة لللاعبين وخاصة الجماهير والنادي لكنك تعلم أن هذا الكأس ليس بسيطا أو سهلا علينا مواجهة ميدلس بيرا مباراة صعبة ميدلس بيرا أقصى مانتستر يونيتد من هذه المسابقة طبعا زي ما أحمد أكد أنه طبعا كنت يقول الكرة الإنجليزية مختلفة تماما والفوز في أحد المسابقات في الكرة الإنجليزية صعب مقارنة بالدور الإيطالي أو بأي دور تاني فده حياخدني للصراع يحمد على البريمير ليج وطبعا الصراع ما بين الصنائي خلاص أصبح صنائي ما بين المان سيتي وليفر بول بس تعالوا نشوف مع بعض الجولة الثمانية وعشرين من البريمير ليج مباريات يوم السابت اللي جاي هتكون إيه ومن خلالها كمان نقدر نناقش أحمد دور طبعا يعني اللي جاي إن شاء الله بالنسبة للمحمد صلاح هو اللي حق به المان سيتي ليستر سيتي طبعا أمام ليتز يونيتد أستون بيلا أمام ساوس هامتون نيو كاسل أمام برايتون ناريش سيتي أمام برينفورد بيرلي أمام تشيلسي ووف هامتون ضد كريستال بالاس وليبر بول في مباراة صعبة مباراة كبيرة أمام ويستهام يونيتد يوم الحد إن شاء الله وادفورد هيلعب الأرسنال والمان سيتي أمام المان يونيتد طبعا مباراة كبيرة جدا إن شاء الله يوم الحد ستة مارس يوم الاتنين فيه كمان توتنهام ضد أفرتون أحمد مباراة قوية جدا ولكن تبقى مباراة ويستهام أو ليبر بول ويستهام مباراة نقدر نقول فيصلية في صراع القمة على الدورة الإنجليزية يعني طبعا فيصلية والفيصلية الأهم منها برضو ومانشستر ونايتد ومانشستر سيتي بعدين الماتش مهم جدا من الضروري لليفر بول لو عايز فعلا يحط الضغط أكتر على منشستر سيتي للضغط اللي بدأ من الجولة اللي فاتت بالنسبة للليفر بول بالنسبة للصحفيين ولينا كلنا وإحنا كمتابعين إحنا شاكفين الفرق ستة بالنسبة لليفر بول هو عارف الفرق ثلاثة وعارف الفرق ثلاثة وعارف إن فيه منشستر سيتي جاي فبالنسبة له اللقب في المتناول فمن الضروري أن أنت تفضل على الحالة دي تلعب قبله لو لعبت قبله يبقى الضغط عليه هو لكن لازم تكسب وتكسب بعرض كويس والخصم اللي اسمه وستهام لما يبقى بوستهام بقوت وستهام وبقى ده كويس السنة دي وسلسية وصناية أنتونيو وسعيد بن رحمة ونجم واستهام السنة دي أعتقد أنه منشستر ليفربول عنده تحدي كبير أنه يكسب بعرض كويس مش يكسب بس ولما يكسب بعرض كويس ويأخذوا الثلاث نقطة اللي هي الأهم يحط الضغط قدام ماتش كبير جداً لمانشستر سيتي أمام مانشستر رونيتد بتبقى الحسابات فيه مختلفة حسابات ديربي مدينة ماتشستر وستهام كمان كسب ليفربول في الدور الأولاني وكمان ماشي بشكل أكثر من رائع ويمكن من خلال المؤتمر اللي عمله يوجن كوب قبل ماتش نوريتش قالك إحنا نلعب نوريتش لكن كمان عندنا واستهام الرائع بوصف يوجن كلوب يوم السابت فبالتالي مبرأة مبرأة كبيرة يعني مبرأة لها حسابات مختلفة أكيد يعني وهدفها زي ما قلت لحرارتك تخفيف الضغط من عن ليفربول وتصدير النحة التانية وده اللي بيحصل بقى في الأمطار الأخيرة أو في الأمطار المهمة من مسابقات الدورة بين الخصوم اللي بقى المستوى بينهم ما فيش فروق كبير يا كابت صحية كمان قدامك قدام السادة المشاهدين ده مشوار فريقين ليفربول وستهام لغاية دلوقتي في جولة لغاية الجولة 28 طبعا ليفربول لعب 26 وستهام لعب 27 الترتيب طبعا ليفربول من مركز الثاني وستهام في المركز الخامس 60 نقطة ليفربول 45 لوستهام الفوز 18-13 تعادل 6-6 ليفربول طبعا هزمتين مقابل 8 هزائم لوستهام الأهداف 70 ليفربول أحرص 70 هدف خلال 26 مباراة لكن وستهام 46 هدف عليها 20 ليفربول ولكن وستهام 34 أرقام يعني أرقام بالنسبة للوستهام بيقدي موسم أكتر من رعب شهادة كل المداربين تطاقع مفاجأة في المباراة هل تكون فيه مفاجآت في المباراة بالنسبة مفاجآت سيئة بالنسبة لنا بالنسبة ليفربول صلاح ما أعتقدش الصراحة يا كابتن أعتقد ليفربول ماشي في شكل تصعودي ويورجين كلوب عرف يدير مرحلة ما بعد كاس الأمم الأفريقية ويدير مرحلة كاس الأمم الأفريقية بحيث ما يفقدش فيها نقاط والحظ أسعافه إن ما جاتش مباراة مباراة صعبة جدا في الفترة دي عارف يرجع ساديو ماني فت عارف يرجع محمد صلاح قدر الإمكان فت الفريق ماشي كويس في دور الأبطال حقق أقفوز مهمه قدام إنتر ميلان نفسيا دخلوا الموسم من الباب الكبير لما أكسب إنتر ميلان ما فيش توتر منشستر سيتي عنده نفس الشيء كاسبان 5-0 سبورتينجليش بونا فهاجز دور الأبطال والضغط بتاعه لحد أبريل بره دماغي لأنه لما ببقى فيه حاجة قريبة أحيانا لعيبة بتفكر في القريب ده عكس مثلا ريال مدريد إحنا شفنا التعصر قدام باريس سندرمان عمل إيفي في الليجة صحيح والتفكير في باريس سندرمان بيخليه يابي يتعادل 0-0 يابي يكسب في آخر الدهائي زي ما حصل في الإسبوع اللي فات هو الدوش هذي مش في دماغهم يعني خلاص لحد أبريل هو ضمن مشواره فمارس بالنسبة له شهر إنه هو بيلعب كورته الكويسة بيحصل الثلاث نقاط فأنا عشان كده ما أعتقدش إنه ليفربول قدامه يعني مفاجأة ولأن كانت المهمة صعبة قصاد ميشيل أنتونيو قصاد سعيب بن رحمة قصاد بابلو فورناليز قصاد جاروت بوين قصاد لعبة كتير جدا أثبتت إنه هي قادرة تلعب في التوب ليفل ومستوى أعلى ويحبز لو دخلت البيك فور اللي هو مش بعيد خلاص عنه استهام فظل ما بيحتل المركز الخالس طبعاً كمان قايمة بأورز هدف الفريقين خلال طبعاً مشوار الدولة الإنجليزية يكيد محمد صلاح كمان وزي ما أنت بتقول يعني كلها أوباين وبتتكلم على بتتكلم على مهاجمين قادرين حتى على إزعاج خط بهر قوي جداً لليفربول بس يعني لو في أقوى خطوط أو أدخل قطوط دفاعه في لفربول دلوقتي فعلاً في لحظة انسجام مثالية بين الأزهرة أرنولد وروبرتسون اللي بقالهم بالدلوقتي أربع وخمس سنين بلعاوه بشكل منتظم مع بعض وجود هارف إليوت لليبالك لأتنين المدافعين دول أو المدافع اليمين والباك اليمين والباك الشمال للليفربول من أفضل الأسست على مستوى البريمال ليه كله المساقرة الأوروبية بشكل عام وفي فاندايك وماتب ماتب مستواه السنادي علي جداً جداً وعارف زي ما بيقوله المثال من جور السعاد يسعد يعني هو بالزبط هذا اللي حصل بصراحة ماتب اللي عامله السنادي وبره كمان مهامه الدفاعية إنه دلوقتي كمان ماتب بيتحرك يعني بيطلع أمطار كتيراً بالكورة تجرأ ما كانش بيعمل كده أنا فاكن هو ييجي الكورة يتخلص منها بسرعة دلوقتي خاد تقريباً زي ما أنت بتقول الثقة من طبعاً بيلعب جنب فاندايك وفيه عنصر اسمه كوناتي كوناتي برضو كوناتي مهم وجود كوناتي والسعي لما فرجل فاندايك لو حارتك تتذكر الموسم بتاعه خلص السنة اللي فاتت وحكم على موسم ليفربول إنه يخلص يعني في الوقت دل اللعب أهميد فاندايك لعب مهم جداً وكان فيه سعي كبير إنهم يجيبوا كوناتي من من لايبزيك كان هدفه لا لازم التالت اللي قد عددك أول اللي بدور بينه وبين العبة التانية وبيستغلوا كل موش وكوناتي عنده كورة كويسة كوناتي في للتحامات السنائية هادي مش منفعل العبة دي من أنضف المدافعين من حيث التدخلات من حيث التدخلات ما بيتحصلوش على مدعات بيقصب السنائيات بدون فاول معنا يا أحمد دلوقتي ترتيب طبعاً البريميال ليج المان سيتي طبعاً ب66 ولكن يبقى طبعاً وبراء الليبر بول ب60 نقطة تشيلسي في المركز التالت ب50 نقطة المان يونايتل في المركز الرابع ب46 وستهام في الخامس ب45 نقطة أرسنال في المركز السادس ب45 نقطة المركز السابع توتنهام ب42 نقطة وولف هامتون في المركز الثامن ب40 نقطة نكمل الجدول في المركز التاسع الساوث هامتون ب35 العاشر برايتون ب35 11 كريستال بلس ب30 نقطة ليستار سيتي في المركز ال12 ب30 نقطة أستون فيلا في المركز 13 ب30 نقطة نيو كاسل يونيتد في المركز ال14 ب25 نقطة برينتفورد في المركز ال15 ب24 نقطة ليتز يونيتد في المركز ال16 ب23 نقطة يبقى الرباعي الأخير إيبرتون في المركز ال17 ودي قفزة لا بأس بها الإيبرتون بعدما كان متزيل دوري أو ترتيب الدوري دلوقتي في المركز ال17 ب22 نقطة ال18 بملي ب21 نقطة 19 واتفورد ب19 نقطة المركز الأخير نارج سيتي ب17 نقطة عايزين نطلع فاصل سريع يا أحمد لسه بعد الفاصل عندنا كمان على مستوى كاس إيطاليا وكاس ألمانيا نتكلم على كاس إيطاليا وكاس ألمانيا مع نجمنا النوقد أحمد مجدي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد برحب بك مرة تانية معنا وعايزين نخش على كاس إيطاليا طبعا مبارات مباراتي قبل النهاء زهاب كانت مباراة قمة ما بين الانتر وميلان وطبعا ليوفنتس وفونتينا نبدأ بالديربي المعتاد ديربي الغضب ديربي الغضب صحيح ومباراة ما بين الانتر وميلان يعني مباراة لأنها خلصت صفر صفر بس كانت مباراة حافلة بالندية كابتن وإن كانت زي ما كنا بنقول الحالة المريحة اللي مثلا ليفرقول ومنشستر سيتي في إنجلترا ما خليهم داخلين المباراة دي في البريمير ليج أهدى لأنهم الأمور هادية في الشامبينز ليج العكس تماما بيحصل في إيطاليا العكس لأنه الصراع شرس جدا 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 في الكلشيو وكل تعصر ممكن كل لقطة بتفرق في الترتيب فالنهاردة نابولي المتصدر بنفس الرصيد مع ميلان الوصيف وإنتر الثالث على بعض نقطة الجولة الجاية ممكن الثلاثة دولة يتشقلبه كان نابولي من الجولات اللي فاتت كان بعيد كان الرابع بدأ يبقى الثاني بدأ الأول يوفنتوس بيتسحب واحدة ودخل المربع الزهبي دلوقتي كسب آخر مباراةه ثلاثة اتنين وفيه تقلق رهيب من فيلاهوفيتش بالنسبة للماتش ميلان وإنتر عشان نرجع له إن كان ميلان صنع الفرص الأكتر وكان بشكل ما أخطر في المباراة بس إنتر ميلان مع سيموني إنزاجي عنده ثقافة اللعب على الهجمة المرتدة فريق شارس جدا 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 في المرتدات وأعتقد أنه ببعض التدعيم وتصغير سن العيبة أنه على كل ده بيعتمد على العيبة بعمر تزيك وأليكس السانشيز مثلا على سبيل المثال لو خد صفقات السنة الجاية بالشكل المرضي ليه وعرف ينفذ الطريقة دي وعرف يطلق العيبة شباب أعتقد انتر ميلان من أول السنة الجاية كمان عنده فرصة أنه يطلع في ناس اقتصاعد كبير جدا جدا خصوصا لو جبها الدفع مع ذلك صحيح خلي بالك الميلان كان عنده ويمكن كان عيب الميلان زي ما تكلمنا حتى على النادي الآلي أمام صندوز كان عنده عيب نهاية الهجمات أكتر من ست سبع فرص متاحة للميلان في فترات متتالية يعني مش في أزمانة كثيرة من خلال الشوت الأول للشوت الثاني ما قادرش يحرز الهدف في حين كان فيه خطورة جدا من الكانتر أتاك بالنسبة للميلان أنت قلت أن الصراع القمة في الدوري مؤثر عليهم شوية أنت شايف حتى الصراع الدوري أنت شايف من خلال متابعتك للثلاث أندية دول الأقرب من اللي ينفذ بالكالش فعلا العملية متضربة والمستويات غير كمان الصعوبة يا كابتل عارف لو حسابية المعقدة وفي نادي فارق أو في الأداء هقول لحضرتك تمام بس يا القصة أنه نابولي مثلا اللي مر بأسابيع سيئة جدا انتهت بالربعية الصحقة من برشلونة في الدوري الأوروبي كان متوقع مثلا أنه ينزل على لاتسيو يتعثر برضو منهار يكسب واحد صف ويتعادل في الدقيقة تمانية وتمانين والماتش يتجي في اتجاه التعادل وفجأة يجيب جنف الدقيقة 94 فالدنيا يعني فيه تفاصيل متزبزبة في الكالشيو مخليها الحكم صعب وإن كان أنا متخيل أن يوفينتوس مش هيسيه بالتالي تدولة نفس الوحدهم يعني أنا المتخيل اللي طلعها وحدة وحدة دي وبقى فرق سبع نوع دلوقتي عن المتصدر أنا متخيل أن العملية لا يوفينتوس بقى خص من الشعر ده مختلف يعني ده مختلف عن التلاتة دول يعني قصة كلها لو بتتكلم في ماتشين وهو عنده مباريات حاليا مع اثنين من الثلاثة أعتقد مش متذكر من اثنين من الثلاثة بزرق السماعات اثنين من الثلاثة فيقدر أنه هو ينافس أكتر الفرق مش بعيد لسه نحن على بعد 12 جولة من الختام فيوفينتوس هيكون رقم صعب سواء أنه يدخل بنفسه أو أنه يحدد اللي هيتوج باللقى بالكالشو السنة دي بقول لحبارتك التلاتة ده تلاتر منعكس في نص سنة بشكل عام 0-0 في الماتش دوت و1-0 في آخر ثانية بأونجول في ماتش يوفينتوس وفورنتينا فيه لا في جو مكهرب في إيطاليا بشكل عام مختلف عن الراحة اللي ممكن تلاقيها في كاسم انت شايف أن الجري مع يوفينتوس قادر أنه يرجع تاني كان بعيد قوي وانت قلت الوقت بدأ بالوقت الكرة كده بيتسحب سنة سنة بغدوء الأداء بيتحسن نتائج بتتحسن في زل الصراع مع طبعا السلاسي الأمامي تفتكر أنه لسه عنده أمال ولا هو يقول لك أنا أتواجد من التلاتة الكبارة على أساس السنة الجاية بقى موجود في الشامل لا يعني هو الإيطاليا كلها بتتغافل عنه دلوقتي أن يوفينتوس لسه عنده فرصة لتحقيق سلاسية المحلية من اللي يوفينتوس مرماش الفوتة في الدوري في نص نهائي وهو الوحيد اللي كسب في نص نهائي كسل الاتحاد وقدر السنة الجاية يعني يقدر يلعب بالشكل ده على السوبر وإنه لحد دلوقتي لسه في الشامبينز ليج متعادل واحد واحد مع فيها ريال وقدر يكون بسهولة في ربع النهائي عنده فرصة جمان يحقق أربع ألقاب الخطة اللي اتخبطها يوفينتوس مش بس برحيل كريستيانو رونالدو برحيله في الوقت ده من الموسم رحيله في أول أسابيع يعني خاد ماتش من أسبوع خاد أسبوعين ودخل لفترة الإعداد مع يوفينتوس وفجأة لقوه في منشستر رونيتد والفريق بيبني بشكل تاني مختلف حتى وإن كان ده يعني في التحليلات الاطلاع في مصلحة الفريق أوقاتها كنا بنقول ده مصلحة الفريق وبعض اللعبة تلقى يتقال احنا شلنا يعني هم رونالدو من علينا وإحنا هنعمل أداء ولكن من الواضح أن ده العملية صعبة يا كابتن حتى بس لو لو اختلال التوازن المفاجئ ده يعني مثلا همثل ببرشلونا مثلا برشلونا جمهور برشلونا عرف أن مثلا تشافي ماشي على الطريق السليم بس الموضوع استلزم منه شهرين شغل حتى ومن غير يعني وحتاج صفقات وحتاج كذا فكرة أن أنت تغير فجأة نجم الفريق والطالب قط اللبس أن هي تتشكل بشكل جديد مع مدرب شخصية بحجم أليجري هيدخل على قطة لبس هو مقدر أن فيها رونالدو فداخل بأتيتيود معين مطالب أن الحاجات دي بتفرق جدا يا كابتن في فرق الكرة فأعتقد أن نصف أكتر من نصف الموسم كان كفاية أن يوفينتوس يتعافى شوية من تدعيات راحير رونالدو وخصوصا بوصول فيلاوفيتش فيلاوفيتش لما وصل وبيسجل من أنصف الفرص يعني مش سهل أن أنت مع يوفينتوس في الأول خالص كده تسجل أربع هدف سبع مباريات وعنده هدف أسرع هدف يمكن كمان شامس ليك بعد خمسين ثانية وحللهم المشكلة بتاعت تذبزه بالمستوى التهديف بين قوسين لألفارو مراطح على النادي بيدرس الاستغناء على مراطح بشكل عام وفي عروض من برسلون يعني فيه كذا فيلاوفيتش ريح يوفينتوس من صداع كبير جدا وأعتقد أنه زي مولت يوفينتوس سيكون رقم صعب الموسم ده في إيطاليا سواء بتحديد البطل أو بالنوع يكون البطل نفسه طيب انت وإحنا بنتكلم على الكاس إيطاليا بنتكلم على ليفينتوس بنتكلم على الميلان بتكلم على الإنتر على فوروينتينا لكن نروح لكاس ألمانيا اللي غايب عنه الفرق الكبيرة زي دارتمون زي باير ميونيخ يعني انت شايف إزاي الأربع الفرق اللي وصلوا للدور قبل النهاية بالنسبة لكاس إيطاليا لكاس ألمانيا آسف يعني احنا بنتكلم على يونيون برلين ولايبزيج وبنتكلم على فريبورج وبنتكلم على هامبورج على هامبورج أسماء فيها كمان ثلاث فرق بتلعب في البوندس ليجة في الساكند ليج فهل ده اختلاف ثقافة بالنسبة اختلاف أهداف بالنسبة للفرق الكبيرة على مستوى الدوريات يعني احنا شفنا كاس الاتحاد وكاس الربطة لا فيه منافسة ما بين الطوب تيمز أنا لما كنت في ألمانيا لا بتحس ان الكاس ألمانيا ممكن ما بيكونش هدف واضح للبايرن لدورتمون وبيكون فيه مفاجآت كتيرة يعني بنتكلم على هامبورج بيلعب في البوندس ليجة 2 وصل الدول قبل النهاية بتتكلم على عدم لحد من فترة قريبة لحد ما طلع عدم وجود بايرن عدم وجود دورتموند الفرق الكبيرة مش متواجدة انت شايف ده ازاي أنا شفت المفاجأة الأكبر ان مونشنج لان بخب مش في دور التمانية يعني بعد ما تكسب بايرن مونيخ 5 صحيح في الآخر تطلع خالص وانه دورتموند ما عرفش يستغل راحيل بايرن مونيخ عن البطولة مبكرة من دور الستاشر بس أنا ممكن أكون يعني الفيجن يعني مختلفة شوية عن حضرتك يا كمتن في نقطة انه بايرن لا بايرن دلوقتي الحالي بيدخل عايز ياخد كل حاجة بقاله سنين كده والمنافس اللي بيطلع بقش وكده اللي هو دورتموند بيحاول يخلص عليه بدري فاللي حصل كان مفاجئ فعلا السنة دي ممكن تأثر بس بني ناجلسمان لسه في أول موسم ليه وانه فليك بشراسة فليك بالمنطلق اللي كان فليك عامله في فريق بايرن مونيخ لا يعني هزيمة 5 صفر بشكل وكده غلب أربعة من بخومة أربعة أثنين من أسبوعين أو من ثلاثة أسابيع في البوندس ليجا لا الحاجات دي ما كانتش وردة بيتهقل مع فليك بتالي كانت فريق نسخة شرسة جدا ما خلاني أنا متوقع أن ألمانيا تبقى بطلة العالم عشرين وعشرين بين زفرين يعني بسبب الشراسة اللي بيلعب بها في لك ولكن احنا عمدنا فرصة كويسة فرصتين كويسين اللي بيقدم مستوى كويس رابع البوندس ليجا الفريق الباني مشروع كويس جدا يقدر دلوقتي يحقق بطولة على مستوى البطولات الكبيرة في ألمانيا وده عشي كويس جدا يحسب ليه يحسب لمنهجه التدريب الشاب اللي بيفرخ مدربين زي ما تكلمنا كابتن في الحلقة اللي فاتت عن عليه التفريق المدربين الشراف من طبعا كاس ده كاس روا طبعا مع هامبورغ بالزبط كاس روا كمان بيلعب الاتنين بيلعبوا في الساكن بوندس ليجا لكن طبعا كاس روا كان من الفرقة الكبيرة جدا جدا وانا خطي بلعب كاس روا طبعا من الفرقة الكبيرة وهامبورغ من أفضل هامبورغ من أهم الأسماء هام الأسماء وجودة في تاريخ الكرة الألمانية لكن طبعا كانت مباراة جلادزي هدف كبير للأندية الألمانية السنة دي يا كابتن صحيح مهاجم مهاجم ممتاز جدا هو اللي يجيب الجون التاني طبعا زي ما بقولك هو كمان بعد التقدم 2-0 رجع هامبورغ وتعادل 2-2 لكن يعني بدربات الجزاء طبعا 3-2 دي طبعا ضربة الجزاء مصدق الحارس جلادز اللي يجيب التاني عطا طبعا هي مباريات خلي بالك مباريات قوية جدا جدا وزي ما بقولك يمكن دي بتبقى يعني فرص الأندية اللي ما عندهاش فرص لما تكسب تكسب الدوري بيبقى هدفها الكاس على طول والكاس دايما بنقول دايما فيه مفاجآت حتى على مستوى كاس رابطة الاتحاد الإنجليزي أو 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 دايما بيكون فيها مفاجآت كبيرة جدا وزي ما بقولك من أكبر مفاجآت طبعا عدم موجود الفرق الكبيرة زي بايرن زي دورتموند دربات الجزاء بقى والدربات الترجحية والتركيز الكبير من اللعيبة والتموح بيختلف يا حمدان تموح بيختلف بالنسبة حتى ما بقولك دي فرص حتى فريق درجة تانية يكون عنده فرصة للحصول على كاس ألماني ويبدأ يطلع على المنافسات الأوروبية ده بيبقى حلم كبير جدا يعني نتمنى زي ما قلت لحارتك أن الفرق اللي عندنا في الدرجات التانية يبقى عندها الفرص دي ولو على سبيل العدل العدلة الكروية أنها هتنطح الفرق الدوري الممتاز كنت أقول لحارتك أن هامبورج ممكن يرجع من الباب الكبير هو حاليا رابع في الدور الدرجة التانية يقدر يتآهل ولو خط بطولة معها هيقدر هامبورج تبقى عودة من الباب الكبير أنه راجع بطل لكاس ألمانيا ورجعت تاني ولكن أنا شايف المهمة صعبة وشايف أن ليبزيج مسألة وقته وهيكون متوج هو المرشح الأبرز دلوقتي طبعا لكن أنت زي ما بتقول من الأهداف طبعا لحامبورج زي أنا بقول لك هامبورج تعرف أهم الأسماء الموجودة في كرة أرمانية نادي في محمد زيدان فيه من العابة المصرية فيه بشكل كبير وطبعا إحنا قدامنا كمان ليبزيج مهاجم نوكونكو ده مهاجم برضو من الأهداف العاجلة للعديد من الأندياة الإنجليزية عنده ستايل كبير قوي كابتن بولكورا ما بيلعبش سترايكر كلاسيكي كده كل جوان نوكونكو بالشكل ده لا عنده عنده هدوء سريع تكنيك عالي جدا تكنيك عالي جدا وبيقدر يلعب على الجناح خلي بالك دايما بيتبقى لايبزيج كمان محطة للبريميال ليج يعني دايما يعني يوجون كلوب باسس كويس قوي على الأندية الألمانية ويمكن دخل كمان بيفكر في العناصر دي بيكون حتى العلاقات بتبقى سهلة لانتقال لها لكن زي ما بيقول لايبزيج طبعا بيلعب هانوفر والفوز 4-0 بربعية بتقول إن لايبزيج هو يمكن الأقرب فيه بالنسبة طبعا للأسماء المنافسين هو الأقرب للوصول طبعا للفوز بازيل بطولة يعني هي كانت تجربة كابتن تستحق إن هي تتوج باللقب خصوان لايبزيج من سنتين بس كان في نص نهاية دوري أبطال أوروبا بنطح باريسسان جرمان وبارني ميونيخ يعني أعتقد إنه لا يعني من العادل إن التجربة دي دلوقتي تتوج ببطولة وممكن يكون خروج بارني ميونيخ والمبكر وبروسيا دورة من فرصة يعني الطريقة اللي لايبزيج يحصل بها فعلا على هدية كويسة للعمل في آخر 3-4 مواسم في الدورة الألمانية صحيح أحمد بنشكرك بجد شكرا جزيلا على تواجدك أنا دايما بتشرفنا وبتنورنا ربنا يخليك يا كبت أنا الشرف لها دايما أن أنا بكون مع حضرتك شكرا شكرا لك أحنا العلقات قريبا إن شاء الله هنطلع لفاصل سريع بعد الفاصل الناقد الرياضي والمحلل الأناليز طبعا متخصص في تحليل الأداء للفرع الأوروبية معنا محمد الباز بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية في آخر فقراتنا النهاردة فقرة مميزة جدا وبيقدمها كمان أو بيقدمها معايا المميز محمد الباز عندنا السنائيات الدوتو في قرط القدم اتنين لعيبة فاهمين بعض بشكل أكثر من رائع بيقدموا السنائيات بشكل أكثر من رائع بيصفر عنها أهداف وتقلق ده جزئية هيكلمنا محمد الباز عنها عن صن وكين طبعا نجمية توتنهام وعنده كمان حاجة مهمة جدا جدا هنلقوا الدوق مع محمد الباز اللي برحب به محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني أنا قلت طبعا السنائيات هتكلمنا عليها بشكل مفصل وبشكل كبير كمان نسلط الدوق يا محمد النهاردة على واحد يمكن ما عندوش هالة إعلامية مظلوم إعلاميا حتى على مستوى القرى الأوروبية نتكلم على توماس مولور طبعا نجم البايرد خلينا الأول محضر لنا في البداية والسنائيات السنائيات طبعا أخطر سنائية موجودة في البرميوم ليج لهذا العام سن وكين سن وكين سنائية نارية جدا بيعملوا دويته بشكل رائع جدا مساهمين في أكتر تقريبا 51% من أهداف توتنام لهذا الموسم يعني هم موسم تقريبا 35 هدف حتى الآن عايزين نوضح هم بيشتغلوا إزاي مع بعض نجاح السنائية ديت متوقف على قوة هاريكين وقوة سن الاتنين بيلعبوا مع بعض بفترة طويلة جدا وده مساعدهم من هم يقروا بعض بشكل كويس جدا لستايل لعب هاريكين كابتن هاني وستايل لعب سن ونقاط القوة عندهم هم ده السبب الأساسي في نجاح السنائية ديت عندنا بعض الحالات أهم ما يميز الاتنين إنه النجاح السنائية ديت بتوع في حالتين أو ثلاث حالات أو ثلاث عناصر مهمة إزاي بلعبوا اللونج بول مع بعض بشكل كويس جدا أو الشورت بول أو السروب باس من ما بين يعني أنت بتكلم على ثلاث محاور بتكلم على اللونج بول إزاي فيه تفاهم واضح ما بين هاريكين وصن فيه إنه يعمل اللونج باس وكمان على المحور الثاني إزاي يعمل الشورت باس في العمق والتحركات بتاعة سن وكين وفين با دي صورة طبعا للونج بول اللونج بول هنا دايما إحنا بصينا ده الماتش طبعا المان سيتي الأخير الفوز في توتن عام 3-2 لو بصينا هنا شوف ده هاريكين هاريكين دايما بينزل في نص الملعب بتاعهم عشان يبدأ الهجمة ومع إن هاريكين طبعا هو سترايكر الصريح أصلا فبينزل طريقة اللعبة اللي عاد كنتي من مبدئين لازم تتكلم عليها عنده واجبات الدفاعية وإحنا خسرين كرة أو تدنا خسرين الكرة يعني هنبص الهجمة ديت على سبيل المثال هاريكين هنا يعني احنا عزين نقف على اللعب دوت هاريكين عينه على طول على السن زي ما احنا شايفين كان ممكن يبصيها هنا كان ممكن يلعب هنا وان تو ويجري وياخد المساحة معنا ولكن هاريكين عينه دايما على السن دايما ما بينهم السنك ما بينهم البيرين فاهمين بعض بشكل كويس جدا لعب الكرة بالشكل دوت يعني وحنحرك معنا الحالة التانية وطبعا اللعب الكرة زي ما بقولك كمان هو لو أنت بتتكلم علي هاريكين بتتكلم علي سن إنه كمان سن عارف إن هاريكين ده التواصل الكمنيكيشن ما بين اللعيبة اللي واضح إنه عارف بالزبط إن هلعبه في المساحة الفاضية بالزبط يعني دي اللقطة التانية لقطة التانية الكرة نزلت عن سن إحنا هاريكين كمل تقريبا واحد وستين يارد مكمل معنا يعني إحنا عايزين نشوف دخل معنا في العمق يعني إحنا دلوقتي ورفع إيده لسن سن هنا كان عنده أكتر من حل إنه ممكن يلعبه يعني إحنا دلوقتي عندنا مثلا كان ممكن يلعب هنا كان ممكن أيضا بيلعبها من وراء المدافعين للمهاجم التانية ولكن السن عينه على السن هو ده السنك المبينهم رفع إيده تحرك له السن سوري هاريكين هاريكين تحرك في المساحة طبعا دي الأخضر ده كان فيه كان فيه زوية رؤية لحامل الكورنة عنده حلين لكن دايما سن شايف أكتر هاريكين هاريكين شايف سن بشكل كويس وبالتالي تحرك ما بين الاثنين السن بشكل إذا كان ضرب طبعا أوف سايد ونزلت الكورة ترجمت لهدف اللي احنا عايزين نقوله من هنا كابتن هاني في المثال اللونج بول دايما إنه هم فعلا قريم بعض حفظين بعض بشكل كويس جدا حتى في تصرحات هاريكين يقولك إحنا بنستمتع باللعب مع بعض كان فيه أكتر من حل عند سن زي ما قلنا كان فيه أيضا من بداية الهجمة لو رجعنا تاني كان ممكن هاريكين يبصيها على الجناح على الطرف ويجروا ويعمل وان تو ويخش على الجون ولكن إنه عنده السنس بتاع الملاعب ودي بفكرنا بيروني اللاعب الوحيد اللي بيشبه هاريكين فيه تحركاته في الفينيشينج في الحساسية اللاعب الكورة لونج بولس ده أهم ما يميز السنائي ده ترجمة الهدف ده مثال واضح جدا للكرات الطويلة اللي بيلعبوها مع بعض عندنا هنبص على الشورت بس ده برضو ده طريبا الهدف الأول في الفريق بص دايما هاريكين بينزل زي ما قلنا بيستخدم قوته في طبعا الانحادة دفاعية آه عنده عنده بيحضن بشكل كويس أو بيقدر يستخدم الكورة ويستخدم جسمه بشكل كويس دي طبعا لو حنرجع في الصورة اللي قبلها بتبين لنا دي الاستلام هنا في المشهد ده في الكادر ده كابتن هاني سن من الظاهر خلص ولكن سن هنا بيجري من على الطرف صحيح هاريكين بطرف عينه لمح سن هو ده السنك اللي ما بينهم على طول ده المثال اللي دايما مقرر في الحالات لعبها ما بين كل ما بين الاتنين الدفاع بمان سيتي على طول سن ضرب الأفصايد وبدأ انه هو يستلم الكورة وبدأ لعبها طبعا ليه طبعا هاريكين لسه هناك وده ترجمة لهدف طبعا انت بتتكلم في نوطة مهمة هو بالتالي موقف فرصة هدف لكن المهم جدا تاني في المنضوع ان العلاقة والطايمينج مهم جدا ان الطايمينج لانه ممكن جدا خاصة انطلاقات صن ممكن جدا لو اتأخر هاريكين الجزء من الثانية هو بيطلع افصال فبالتالي هم متمرنين على دوت شايفين المساحة بشكل كويس والأهم من كده ان كين كمان ما بيديش لصن في رجلية ده بيديله في المساحة القدرة الهجومية لسرعات صن بيتأهله انه هو طبعا يقدر يضرب اي خط الفاعل وده اللي بيميز قوة صن في الستايل لعب في التمركزات في التحرك الطايمينج فاهمين بعض بشكل كويس جدا وده الامثلة مقررة جدا سواء كان اللونج بول او اللونج باس او حتى الشورت باس صحيح صحيح اهم ما يميزهم هو طبعا الفينيشنج برضو عند صن التحركات الديناميكي اللي بيلعبوها دايما وبيخدم عليهم طريقة لعب طبعا كونتي مع توتنهام بالشكل ده عندنا حالة تالتة تانية مقررة بشكل احنا كلمنا على اللونج بول وكلمنا على الشورت باس نتكلم على حالة تانية مقررة لللونج بول برضو ممكن الشباب يعني يأرضوها معنا كان في ماتش ليتز يونيتد الاخير كان فاز طبعا 4-0 على ليتز يونيتد الهدف الاخير بنفس الكلامة كابتنان زي ما كنا بنتكلم شوف هاري كين فين معينه ده المهاجم الصريح لتوتنهام دايما بينزل للأدوار الدفاعية على عكس طبعا نقاط الضعف عند السن بالتحليل انه ما بيشاركش بشكل كبير جدا في الحالة الدفاعية فدايما هاري كين بيبدأ البلد اوب من هنا بص هنا يعني احنا لو هنكمل شباب معنا في الصورة خد مساحة شاف هنا السن التحرك بتاع سن ده السن اللي ما بينه بشكل كبير طبعا سن مش مجد في الصورة لان زي ما بقولك هي هو خلاص هو من غير ما بيبوس يعني بلغة الكرة كده اللي عيبة بتقولك انا باخد الكرة وبحطها من غير ما بوس كان فيه سنائية واضحة جدا ابو تريكا وصلاح مثلا عارف جدا ابو تريكا بياخد الكرة وعارف انه هيتحط الكرة دي لمحمد صلاح اللي عنده سرعات فاللينك دوت مهم جدا جدا ما بين طبعا كين وصانين بكل تأكيد الكرة نزلت عند السن بسرعة سن والطايمينج انه هو ترجم الهجمة لجوت يعني دايما يقول في التحليل التحليل التزديدات او الكرات او اللمسات من هاري كين انه هو عارف كتر الكرة فهمها بشكل كويس جدا ودايما التحليل ما بينهم معظم الاهداف المقررة بنفس الشكل دوتا كابتناني بتثبت قد ايه هم فاهمين بعض بشكل كويس جدا والاستايل اللي عبوهم مناسب بابا كم هدف احنا عندنا معانا شباب نتكلم على 37 هدف مساهمة ما بين سن وهذه الهذا في تاريخ في تاريخ الفريمالليج يعني ما ضربوا كل ارقام السنايات التانية كان معانا لامبرد رجبة 36 هدف كان معانا اجويرو سيلفا 29 هدف واخر حاجة هنريو بيريز كانوا 28 او 29 هدف هم قصروا الريكورد واحقاوا احلى سناية بتحصل في تاريخ هم معانا للأهدف طبعا السناية افضل سناية مساهمة في الاهداف في تاريخ الفريمالليج زي احنا بنقوه خلاص سون وكين السناية عدد الاهداف 37 وضربوا الرقم لامبرد ودروكبة جويرو سيلفا وهنري وفريز اللي كان 29 وبالتالي سون وكين يعتبروا من افضل سناية على مر تاريخ في احراز الاهداف في البرميالليج بعدد 37 هدف سناية مشترك ما بين سون وكين في البرميالليج طيب كنت بتكلم كمان على الجزء التاني بنتكلم على خلينا نتكلم على طوماس مولر طوماس مولر لعيب كبير جدا على مستوى عالي اداءه مميز جدا سواء في البايرن سواء في المنتخب الألماني الكرب بتاعه ما بينزلش يعني دايما في مستوى ثابت ولكن عندي مشكلة ان طوماس مولر لا يسلط الضوء عليه في الجوائز الاتحاد الأوروبي الفيفا عمر ما شوفنا طوماس مولر مرشح لجائزة البالندور مثلا او على مستوى افضل لعفو الملعب في العالم مع انه يستحق ده بالارقام وانت من خلال تحليلك ممكن تشرح لنا قصة طوماس مولر مع باين ميون فعلا طوماس مولر في المظلوم اعلاميا في ألمانيا وفي أوروبا وفي العالم بشكل كبير طوماس مولر يعني هم نقول ليفندوسكي هو أكثر من أحرز الأهداف وطبعا في آخر 3-4 سنين ولكن الرجل المساهم الأول في مساعدة ليفندوسكي في تحقيق مثل هذه الأرقام هو طوماس مولر طوماس مولر بالأرقام وعنى عرض برضو الأرقام مع حضرتك بتبين عدد مساهماته وقوته هو دي محضر لنا أنت لقطة ده طبعا الأسست والأسست اللي بيعمله طوماس مولر بسهولة وخلي بالك طوماس مولر بيلعب في كذا مركز يعني طوماس مولر بتحطه جناح يلعب راس حربة يلعب عشرة يلعب فعنده يعني عنده مهارات كبيرة جدا أهم ما يميز طوماس مولر هنا التمركز دايما بنلاقي حالات مكررة جدا لو احنا شفنا هنا معنا في الصورة الزحمة اللي عاملينها البلوك اللي عاملينه والمدافعين طوماس مولر دايما بيخلق المساحة وهو بيانزل على الريب ويقطع ما يميز طوماس مولر في الأسست هو التمريرات المفتاحية من أكتر الناس اللي سهمت في الأسست 18 أسست لهذا العام على الطب في أعلى نسبة في أوروبا في الخمس دوريات الكبرى طوماس مولر هو أعلى واحد في المساهمة في الأهداف وصناعة الفرص الأسست طوماس مولر في المسال دايما مكرر دايما تلاقيه بيقطع دايما بيفض نفس المساحة يعني هنا المسال لكابتاني أوبوميانج فين يعني نرجع شباب نرجع طوماس مولر تاني ترجع تاني كده زجاله ممكن ترجع ماشي نوقف عندي هنا ونشرح هو طبعا اتلعبت الكرة اللي سانية لكن عايزين نشوف طوماس مولر يعني طوماس مولر أعتقد هو هو ده هو ده موجود في الصورة دي اللي عليه الدائرة دايما بالزبط كده شوف يعني كابتان هاني البلوك الكمباكت الدفاع اللي بيعمله الفريق فيه واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة يعني قفلين على أبميكانو هنا ولكن ومع كل ذلك دكة طوماس مولر في الأسست وده المعروف عنه ده دايما اللي بيظهر طوماس مولر بيعرف يوصل الكرة حتى في العمق ما بين المدافعين بشكل رائع جدا والهدف ده وتحبينا نحن نجيب الحالة دي بالذات لانها بتوري وتوضح قوة طوماس مولر في الملعب فيه اولا انا عايزة ديفلك كمان التمركز كان مهم جدا حتى مع بداية الهجم انه هو سحب نفسه عشان يبقى بعيد عن الرقابة ده مهم جدا يعني ده هو هو اللي خلق نفسه المساحة دي عشان يبعد عن الرقابة وممكن اي حد يشوفي الصورة دي ويقولك انا حصلح وشوت يعني الصورة دي اول ما نوقفه يقولك الراجل ده هيصلح نفسه وشوت وبالتالي هو واخد القرار السريع جدا انه يلعب الاسست ان تايم خلي بالك برضو الموضوع ده ان تايم عشان لو اتأخر شوية طبعا هو دلوقتي تحضير انك بتخرج نفسك من الوزيشن اللي انت ما تبقاش تحت ضغط وكمان سرعة الاسست نفسه ان تايم في الوقت المناسب صحيح كان عنده اكتر من حال كان عنده قرار انه هو يسجل زي ما قلنا وضحنا بالسهم انه هو تروح ولكن الطايمينج المناسب والشورت باس والتمريرات المفتاحية هو ما يميز توماس ميلر طيب يعني احنا عندنا ارقام توماس ميلر الناس يعني لازم تعالوا تعال انو انت نوري الناس برضو ارقامه لانه هو زي ما بتقول لعيب محوري لعيب بلغة كرة جندي مجهول حتى على في وسائل اعلى ده ارقام توماس ميلر في الموسم الحالي لاعب طبعا 37 مباراة احرز 10 اهداف حتى الان طبعا التزديدات على البرمات 50 تزديدة عموما انترجة 34 تزديدة المعدل التهديفي يعني 0.3 ما بيشوتش ضربات جزاء ولا بيشارك طبعا في الضربات السابتة ولكن عنده مميزات اللي هي الاسيست والتمريرات المفتاحية اللي هي طبعا بتوصل المواجمين وخاصة الليباندوسكي احنا نشوف معنا في الجدول التاني حيبيلنا عدد الاسيست اللي مساهم فيه توماس ميلر لهذا العام 19 هدف صناعة او اسيست لهذا العام حتى الان 19 وده اعلى رقم في الدويات الخامس الكبرى حتى الان توماس ميلر صناعة الفرص المحققة 17 التمريرات المفتاحية عنده يودي اللاعبين زي ما بينا في الحالة 2.6 يعني نسب مهولة جدا ارقام كبيرة ارقام وزي ما بقولك يعني بالرغم الارقام دية ومساهمة توماس ميلر كمان على مستوى المنتخب الالماني ومازال توماس ميلر يعني زي ما نتقول مظلوم اعلاميا بشكل كبير جدا ولو رجعنا على 4-5 سنين اللي فاتوا اعلى نسبة في العالم كلها في التوريات الخمس الكبرى الموسم الماضي الموسم الماضي طب معنا جدول لو الشباب برضو حابين نعرضوا ماشي ممكن لو في جدول حتى نعرف الراجل ده الشغال من الموسم اللي فاتوا ومحدش حاش عارف يعني 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 احنا معنا طبعا ارقام نتقول ان توماس ميلر في الموسم 2020-2021 أعلى أسست في العالم والتوب فيفليكس بـ 18 هدف الموسم اللي قبله 19-20 هو برضو أعلى نسبة أسست وسبق حتى كان وقتها لميسي مع برشلونة كان هو رقم واحد اخر اربع مواسم توماس ميلر هو توب رانكينج في الأسست على مستوى طبعا المقارن اللعب في صناعة اللعب في الدوريات الخمسة الكبرى للسنة 19-20 زي ما احنا شايفين أن توماس مولر صناعة الأهداف كان يتفوق على ميسي على ديبروين على جوميز على ديمارية طبعا كلهم أسماء كبيرة جدا ولكن توماس مولر كان متفوق زي ما أنت بتقولها محمد في 21 صناعة للأهداف متفوق على ميسي أو يعني يعادل ميسي متفوق على ديبروين وطبعا وجوميز وديمارية واضح أن كمان السنة دي كان ممكن جدا واصل لهجل الأرقام أو أكثر 19 هدف ولسه تقريبا فيه يعني 10 جولات أو 8 جولات 9 جولات فعنده لسه المساح أنه هو يساهم بشكل أكبر في صناعة الأهداف مظلومة أعلاميا توماس مولر ولكن مساهم هو الجندي المجول زي ما حدرتك قلت في تحقيق لفندوسكي للجوائز الكبيرة لازم يعني الناس تبص على أرقامه ولازم يتاخذ كل ده في الاعتبار ونتمنى طبعا توفيل أنه يكون ظهر على منصة تدوين نشكرك كمان نتمنى لك توفيل منورنا دايما محمد ودايما بتجيب لنا كل جديد وإن شاء الله متواصلين معك لأن أنت عندك دراسات على أعلى مستوى بنشوف من زوايا أخرى يعني بنشوف من زوايا أخرى شيء مهم جدا النهاردة كان سنائية طبعا بتكلم على صنوكين وإن شاء الله الإسبوع اللي جاي تكون معنا في الإسبوع اللي جاي ودايما بتشرفنا متنوارا شكرا حضرتك شكرا جزيزي شكرا لحضرتك على المتابعة طبعا إن شاء الله معدنا الإسبوع اللي جاي مع يوم جديد مع المحترف أسيب حضرتك مع أسطورة عالمية بلي إن شاء الله بإذن الله لقائي مع حضرتكم لتنين اللي جاي في شاشة النادي العظيم النادي الأهلي البتمنال ويا رب بكل التوفيق يوم السبت والفوز على المريخ السوداني والفوز بالحضرتك شكرا لحضرتك وأشوفكم الإسبوع اللي جاي